هل الصوت والصورة واضحة؟ لا، صوتها تمام، حسنا حسنا، مساء الخير عليكم جميعاً أنا أحب أن أرحب بكم من عرضاً في الندوة بتاعتنا اللي منظمها بيم أريبيا أنا اسمي طاهر عبدالغاني أنا مهندس معماري وباحث في مجال العمارة والعمران ومدرس مساعد في جامعة MSA في الستة أكتوبر أنا أحب الأول أشكر الناس اللي حاضرة دلوقتي واللي هتحضر إن شاء الله وأنا كان نفسينا نعمل المحاضرة دي يعني face to face بس نظراً للظروف اللي احنا فيها دلوقتي يعني يا الله أعلم احنا هنقدل حدمتها كده بس إن شاء الله يعني الأزمة دي تعدى على خير وبفترة عوقت إن شاء الله أحب كمان أشكر باشمهندس وعمر سليم وأشكر بيم أريبيا على استضافتنا النهاردة وعلى مجهودهم في تنظيم ندوة مهمة زي دي ومطلوب في رأينا مطلوب إن احنا نتكلم فيها بشكل مكاسف النهاردة عنوانها social architecture beyond aesthetics and materialism أو بالعربي العمارة الاجتماعية ما وراء الجماليات والماديات والحقيقة اللي خلنا نفكر في موضوع زي ده كذا حاجة أولاً في الفترة الأخيرة في عصرنا والفترة الأخيرة دي بنتكلم مثلاً 30 أو 40 أو يمكن 50 سنة اللي فاتوا حصل نوع من shift أو تغيير في الشكل وفي النسيج في النظام العالمي الموجود دلوقتي وبالأخص في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والتغيير ده اتجاه ناحية حاجة اسمها الفكر التجسيدي من جسدياً يعني التجسيدي إن احنا بقينا بنجسد كل حاجة قدامنا كل معلومة بتجيلنا بنحاول نحطها في physical forms فحاجة جسدية على حساب الأسنس أو على حساب الروح بتاعها فبقينا مهتمين بالشكل أكثر من المعنى الحقيقي أو الفلسفة وراء الـ object ده أو وراء الـ product ده مع الوقت ومع ظهور زمن العولمة وإصلاحات الإصلاحات الاقتصادية الثانية زي مثلاً new liberalism أو ما بيسموها الشكل الجديد الليبرالية اتطور الفكر التجسيدي ده للتفكير المادي أو الليبهاري هناك حاجة اسمها الفكر الليبهار أو أنا بحب أسميها الليبهار الجماعي collective spectacle إن بقى عندك مجتمع دلوقتي اتخلق مبني إنه هو ينبهر بحاجة وده بقى global methodology أو بقى منهج عالمي شامل هو بيتبع إن مش بس إن الحاجة دي بجيب فلوس بس الحاجة دي بقت مخطوطة في إيد شخص أو مجموعة من الأشخاص وبيبقوا يعني متحكمين في شكلها متحكمين في الـ process متحكمين في المنهجية بتاعتها ومش بس كده متحكمين كمان في مفهوم الناس للحاجة دي طيب بالتوازي مع الكلام ده ظهر تاريخ عمل لنا أزمة نفسية كده هو تاريخ 2050 التاريخ ده بيقول إنه ناس كتير طبعا يعني مش بحتاج أن أعيد نفس الكلام اللي بيتقال في الأبحاث اللي فاتت إنه ناس كتير هتعيش في المدن ناس كتيره يعني الـ resources هتقل وهنلاقي مشكل في الإسكان ومشكل في المية ومشاكل مش عرفيه وإلخ إلخ 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 بقى هتلوقتي حصل نوع من الـ conflict أو من الأزمة إنه بقى عندك عمارة أو بقى عندك منتج رايح نحية الشكل والإبهار ومش رايح نحية الإنسانية وعشان كده بيظهر نوع من المعمارين اللي اسموهم الـ Starchitects أو المعماري النجم أو اللامع يعني وكل ده بيظهر بالشكل التدريجي في السوق زي ما احنا بنشوف وكمان في التعليم مع الطلبة ومع طريقة تفكيرهم ومع طريقة التدريس بتاعها في الـ Architecture Studio ده معضوء كبير قوي ومش جديد وإحنا مش هنبقى أول ناس وعلى آخر ناس هنتكلم عنه بس حبينا نصلط الضوء على الموضوع ده بالشكل مختلف شوية بزاوية مختلفة شوية حبينا نشوف موضوع المسابقات المعمارية وازاي المسابقات بتحاول يعني تتبنى فكر معين فكر اجتماعي بحيث ان احنا نطلع أو المعماريين يطلعوا منتج يخدم المجتمع على أساس ان المسابقات المعمارية في بعض الأحيان بتتبنى العملية الديمقراطية في التصميم بمعنى ان في مشاركة بين المعماري والأهالي أو الـ Local Users هل في ديمقراطية حعلة؟ هل المسابقات المعمارية دي بتلبي الاحتياجات الاجتماعية في عصرنا الحالي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع اتنين مهندسين معمريين متميزين جداً شطرين ومجتهدين جداً وأنا بصراحة لاي الشرف ان انا تعرفت عليهم في الفترة الأخيرة دي وتعرفت على مشاريعهم والشغل اللي هم بيشتغلوا به وهو بصراحة شغل متميز جداً جداً يعني عايز اراحة بالأول بمهندس أحمد أبو بكر مهندس معماري حصل على الماجستير في العمارة من جامعة بولي تكنيكا ودي ملانو في إيطاليا شارك بالعديد من المسابقات المحلية والعالمية وحصل على العديد من الجوائز أهمهم يمكن هي الجائزة التشجيعية في مسابقة الزانس بيانالي لسنة 2020 وكمان الجائزة التشجيعية في مسابقة تصميم المايدين بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو دلوقتي بيعمل استشاري بشركة محرم بخون في مشروع صادق بالتجمع الخامس أهلا ميك يا بشمهندس أحمد أهلا وسابق بيك يا جمستر أهلا بحضرت معنا برضو بشمهندس محمد زكي مهندس معماري حاصل على العديد من الجوائز المحلية وشارك بالعديد من المستبقات الدولية كمان وهو دلوقتي بيشتغل في شركة دي أم آي للاستشارات الهندسية في قسم الأربان واللانسكيب وكمان بيعمل كبحث في معهد الخاهرة للهندسة أهلا بيك يا بشمهندس مزاكي أهلا وسابق بيك طبعا منورنا الحقيقة يعني أنا بصراحة يعني مبسوط جدا بشمهندس معانا النهاردة وأنا متشوق جدا وأعرف أراءهم موضوع زي ده أحب بس أوضح إن الندوة دي بيتعمل لها live streaming على الفيسبوك دلوقتي فاللي مش عارف يخش ممكن يتابعنا من على الفيسبوك برضو الموضوع هيمشي كالتالي أنا حسأل أسئلة حطرح أسئلة على البشمهندسين لينا وقت معين حنخلص في الأسئلة وبعد كده في الآخر حيبقى فيه فرصة إننا ناخد أسئلة من الحاضرين بالأول أحب إن كل واحد من بشمهندس أحمد وبشمهندس محمد إنه هو يتكلم شوية عن شغله وعن المشاريع اللي دخلها والمشاريع اللي يشتغل عليها ويدي رأيه كده فيها وفي الندوة بشكل عام يعني فنبتدي الأول بشمهندس أحمد طيب هو الأول السلام عليكم أنا بحب الأول أشكر طاهر على المقدمة الجميلة دي يعني إحنا بيبقى أولاً جداً لما بنلاقي إن فيه إيفن ممكن إنه هو يساعد أو يخدم في عملية البحث المعماري في قضايا مهمة زي القضايا اللي إحنا مسكنها النهاردة اللي هي علاقة السوشيال أركتكتشر بالمشاريع بتاعتنا وبالمسابقات وإزاي إن المسابقة ممكن يباليها دور كبير خاصة إن أنا بالنسبة لي بدأت إن أشتغل في المسابقات من يعني من وانا طالب في الكلية كان لازم عندي طاست ضروري جداً إن أنا أبدأ أشتغل في المسابقة كل سميستر تقريباً لحد لما اتخرجته وبعد كده بدأت أشتغل في المسابقات حتى وأنا شغال في السوق المعماري العادي بعد كده بدأت إن أنا أفكر في المشاستير بتاعت إيطاليا لما روحت المشاستير بتاعت إيطاليا عرفت فكر جديد بتجربة جديدة عشتها هناك في إيطاليا خلال السنتين بدأت إن أنا أجمع زميلي من دول كتير من أوكرانيا من إيران من روسيا من سوريا عرفت الناس كتير يعني فبدأت إن أنا أشاركهم في موضوع المسابقات وكان واحدة من اهم المسابقات اللي انا دخلتها اللي ساعدت في الموضوع اللي احنا جايين بنتكلم فيه النهاردة as a social architecture ازاي ان ممكن المسابقة نفسها تخدم هوية معينة ازاي ان ممكن المسابقة ان بلد تحتاجها ان هي تنشرها بحث ان هي عايزة تخدم society معين locals معينين ازاي ان المسابقات المعملية دلوقتي بقت حاجة مهمة ان هي بتساعد على خدمة العمارة بشكل عام ازاي ان المسابقة بتجعل من المعمليين في حتة البحث وانهم ينزلوا يتعاملوا مع الشعب ومع الثقافة ويعرفوا شوي عن التاريخ والدين ويمكن هي دي الحاجات المهمة اللي احنا جايين نتكلم فيه النهاردة اللي هي ان فيه حاجات تانية ورا موضوع ان ان انت بتطلع مبنى شكله كويس او جميل او بتقول الله عليه لا ده هو الفكرة كله ان هو رايح نحيط ان فيه حاجات تانية انت بتبصيلها اثناء يعني انت ديزاينر as an architect او as a designer انت بتبدأ تبصيلها بعيدا كل الوقت عن ان انت بتطلع حاجة طبعا شكلها كويس وكل حاجة بس الفكرة اللي هي المسببات والمسببات دي يمكن بنلاقي ان المعماري اليومين دول ما بقاش بيبصيلها بشكل كبير ما بيبصش لل يعني ممكن المعماري يتعامل مع الشكل ان هو عايز بس اللي هو ايه زي عندنا في مصر في معظم مشاريع اللي انا اشتغلت قريدي فيها اذا يعني اذا كونسالتنت او اذا كونتاكتور ان فيه مشاريع كتير بتقوم بس ان انا بقوم مبنى عشان اجيب فلوس من وراه عشان اقدر ابيع للمالك والمالك يقدر يبيع للناس تانية سواء في الشركات الكبيرة او الشركات الصغيرة لكن اكتشفت ان مشاريع الماجستير دوت لما روحت لاتوانيا روحت شفت هناك وتعاملت مع الناس هناك وقفت مع الناس اللي بيقفوا عند المبنى هناك المواد ترميمه او اعادة تنفيذه او اعادة بناءه وده اللي هنتكلم بهم بالتفصيلة عليه النهاردة لقيت ان الموضوع يعني فيه ابعاد تانية هي دي الابعاد اللي احنا تقريبا جايين نتكلم عليها انا وطاهر ومحمد بس كده يعني هو دوت كان ملخص للموضوع اللي انا يعني عيشته خلال التجربة المعمالية بتاعتي وبالذات في المسابقات المعمالية تماما شكرا يا بشمونس محمد مهندس محمد الميت عمد انت ميوت اعمل اميوت اه معلش نايسر شكرا يا طاير على المقدمة الجميلة ديت وشكرا لبين قريبي على تنظيم الافنت الجميل ده هو يعني مشكلة العمارة والانها انها حاليا بقت تتجه اتجاه بعيد شوية عن الناس وعن احتاجات المنطقة وعن احتاجات الناس ده اثر بشكل سلبي علينا كمجتمعات وكوية ده اللي احنا شايفينه في ارض الواقع يعني فالواحد بيقعد يحاول من بداية ان هو ازاي مثلا اي مشروع او اي حاجة اي خشها يشوف الناس ارسى ايه او بتتكلم او ايه التالبات بتاعتا اي محتاجانها بحيث ان المشروع يتكون عليهم وحاولت تعمله في مجرى العيون ومسابقات اللي كنا بنخشها عامة فيه برضو مسابقة مدرسة السنريال وازاي بدأنا نخلق مع التيم منطقة تبقى كالتشاريهم وتعليمهم حرف معينة وتعليمهم من اللوكال متريال بتاعتهم بحيث ان هما ليبنوها ويتعوروا فيها ولو حابوا يبنوا فيزيز تانية يبنوها تبقى حاجة خدمية للناس اكتر من انها تبقى حاجة ابهار او يعني زي انها حاجة مثلا ايه تنفر المجتمع وتكون حاجة تضادل من المجتمع يعني فان شاء الله الواحد تجربتين تجربة مجرى العيون في مصر وازاي الواحد نزل لعمل ريسيرش في المكان ووسأل الناس لمدة ازاي هم محتاجين ايه بالزبط وده حاولنا نبينه في المشروع ومدرسة السنغال ازاي بدأنا نبرز الطلبات اللي هما محتاجينها هناك في المدرسة شكرا يا بشمان سحمد طبعا يعني احنا من خلال النادوة دي هنحب برضو ان احنا ايه نتعرف على المشاريع والمسابقات اللي اشتخلتوا فيها بالتفصيل احنا اطرح عليكم اسئلة وممكن انتوا يعني تتدوا توروا للناس وتشاركوا معاهم تجربة بتاعتكو في المشاريع اللي فحابب ابتدي معاك يا بشمهندس محمد بالمشروع بتاع مجرى العيون وتبتلي تتكلم تقول لي مثلا يعني من خلال تجربتك كده شايف ايه دور المعماري في المجتمع وايه معنى كلمة اساسا او العمارة الاجتماعية تمام يعني خلينا كده نتكلم عن مجرى العيون وازاي التجربة ديت احنا بدأنا ندور عن احتياجات الناس ويتكون المشروع لأساسه ففي البداية مجرى العيون هي منطقة تاريخية بيعدي فيها صور مجرى العيون عند منطقة مصر القديمة في فم الخليج كان الهدف من المشروع ان ازاي نرفع من قيمة المكان اقتصاديا ومكانيا مع الاهتمام بالناس يعني بالناس ازاي هم محتاجين ايه وده على اساسه هيكون المشروع يعني مش نتغاضع عنهم يعني فبدأنا اول حاجة ننزل نعمل نشوف هما الاماكن القوى اللي في المكان الفترات اللي عدت عليها تاريخيا زي فترة صلاح الدين المماليك العثمانيين الفترة الفرنسية شفنا المنطقة ايه اللي هما محتاجينها من الانديوز وايه الهيمنة اللي موجودة هما هناك عندهم مناطق ورش كتير ومع الريسيدنشيال الحالية عامل ازاي الهيط بتاعت المباني الماتيريال بتاعتهم انهم بيستخدموا الكونكريت والكونكريت مع المعطوب والوود والستريق والستيل المواصلات هناك واقع ايه اللي بيوصل للمنطقة فهم عندهم مترو وعندهم العربيات المكروبوسات والتوك توك يعني مكان كويس ان هو بوتينشيال ان هو ممكن يوصل له اي حاجة من اي حتة في مصر وبيعدي فيه اهم الشوارع في مصر وبعدين شوفنا الاربان فابريك في المكان فهو عامل زي التوسعة اللي هي انفورمل انه الناس بتكل واحد بيبني جنب جاره جنب صاحبه جنب العيلة يعني بحيث ان هي تكوين بتكون درسنا المنطقة من حيث الكنتور وطبيعة الارض وازاي ان كان فيه مشكلة صرف الكيميائي بتاع الجلود اثر على التربة في منطقة معينة فكان من ضمن المشاكل اللي عندنا ازاي ممكن نحافظ على الحرف الموجودة مع الحفاظ على البيئة المحيطة او التربة الموجودة في المنطقة درسنا ايه اللي مطلوب في المنطقة انها تدعم ايه دستنيشن اللي هما محتاجينه من السياح او من اللوكل او من الناس اللي حواليهم في المنطقة وخاصة ان هناك بيحصل زي احتفالات دينية في مسجد حسن الانور لما يحصل مولد لمدة سبعة ايام عملنا ريتنج للبوبوليشن الموجود في المنطقة عشان بحنا فين احنا بنشتغل مع ناس قد ايه في المنطقة سكان درسنا السوشال اناليسيس للحياة يومية بتاعتهم وشوفنا هما بيبقى مثلا بكل ما في ايه حاجات بيحتفلوا بيها دايما زي مثلا مولود جديد بالعيلة حد بيتجوز جديد حد بيتجهز له حد بيه المسجد حسن الانور لما بيكون في احتفال ديني فهو بيوصل لحد هناك من مسجد سيدة نفيسة لحد هناك فكل ده كأنه طريق ازاي ديني ثقافي انه بيتكون في المكان برضو ازاي الاهتمام باللوكال كرافت اللي موجود في المكان من حيث الجلود واننا نحافظ على الحرفة اللي موجودة من غير ما اننا نصيرها او نبعدها عن المكان لانها بوتنشال في المكان برضو في صناعة النحاس هناك والخشب والحاجات دي ازاي ممكن تتطور انها تطلع بروتكت انه ممكن يتباع بسرعة بصينا برضو في البروجيكت ابروش على السوشال ابروش للناس وازاي ممكن نشوف احتياجاتهم ازاي نرفع من قيمة الاقتصادية بتاعت المكان وقيمة الاقتصادية بتاعتهم انه هم يكسبوا من المشروع ما يكونش حملة عليهم انه هم يبقوا حاجة ثقافية توعيهم لان هناك فيه منتشر الجهل بصفة كبيرة ومن ضمن الحاجات انه ازاي نوعي الناس على ريساكلينج ماتيريال هم هناك اصلا بيستخدموا الشيدينج المنت بالريساكلينج ماتيريال معظم الحاجات في البيوت في الوجهات الممنى من الريساكلينج ماتيريال وده ودانا للكونسبت اللي احنا عايزين نفكر فيه مع السوات انالسيز اللي احنا شايفينها في المكان فتكون لنا مشروع ازاي هو خدمي للمكان فتكون منطقة ووتر فرونت ازاي المنطقة جنب النيل عند فم الخليج ازاي المكان ده يبقى يتخلق فيه مشروع فيه زي ووتر تاكسي انه هو ياخد الناس يوديهم للمشروع يتكون في مدخل المشروع بزرات ان هي يبدأ يتشد الناس واللوكال كرافت انها تتباع فيها الجزء اللي اخضر ده وده الوركشوبس وان هي متقسمة تلاتة زونز زون للجلد صناعة البلود وصناعة الخشف وصناعة النحاس وبينهم بيحصل زي دمج ما بين صناعة وصناعة بحيث انه اول ما يروح يبقى منتج ينفع يتباع في البزرات الجزء الامامي اللي بص على الصور كله كالتشارد سنتر واماكن اندور او الدور جاثرينج ومكتبة الناس بتقعد فيها مسجد في المنتصف برضو كانوا محتاجين حاجة زي بتعمل لهم فاند وحاجات للمكان هوتيل صغير بص ناحية الصور وجزء بيزنس انه يكون بيجمع الشركات الناشاءة بحيث انه يحصل قيمة اقتصادية عالية ورابط المشروع من ناحية الصور مصار ومن قلب المشروع وده ودول هنشرحهم بتباصل اكتر بسرعة الـ Accessibility في المشروع هو كان انك انت ازاي الفكرة بتروح من نود لنود 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 كل ما انت ماشي بتروح لمكان بتبقى انت باصص عايز تجرب تروح من المكان التاني عشان تجرب Accessibility مختلفة وتعيش دور يعني حاجة مختلفة في المكان الـ Transportation في المكان عالي جدا يعني فيه من النيل وفيه متر وعادة في المشروع وهي بيتعد على طوله رئيسية فكل ده مكان اماكن قوة للمشروع الـ Public Space تخلق Public Space لكل فراغ وكل زون بحيث ان كل مكان بيبقى فيه Public Space خاص به يعني الـ Culture Center كله فيه Public Space من ناحية الصور Social Road اماكن البزارات فيها Public Space الناس بتبيع فيها يعني كاوة دور نفس الكلام في الـ Workshop برضو Public Space لهم بحيث انهم يشتغلوا برضو في الاوة دور بره الورشة والناس ممكن تيجي تقعوى تجرب في الحرب في الموجودة الـ Levels كان الـ Levels من بداية المشروع اللي بيطلع لحد اخر نقطة في المشروع اللي هي الـ Business او الـ Hotel بحيث انه بقى فيه Good View للناس هم عاديين هناك وانترأكشن لهم والمشروع يعني هو درس من ناحية الناس كلها اللي محتاجة بتروح بسرعة يعني اللي جايين عن النهر النيل او اللي جايين من شغير ايزا بيتحركوا فكانت الدراسة اكتر مفصلة ان كل مبنى في المشروع بيساعد المشروع بايه فالـ Waterfront مثلا ده حاجة مثلا انترأكت للناس اللي جايين وبيخلق حاجة جديدة الـ Workshop او البزارات يعني فراغات متكونة Nodes بحيث ان كل فراغ لو هم عايزين يعرضوا حاجة برا بتتعرض اسرع من جوا في الـ Workshop يعني كل زون زون للنحاس وزون للحديد وزون للخشب وبينهم اللي بيتكون Product ان هو يتباع بسرعة الـ Calature Center الجزء اللي باصص ناحية الصور فيه جزء فيه Open Theater على الصور بيتعرض عليه حاجات وفيه Indoor Theater وسينما ومكتبة واماكن للاجتماعات والناس بيكتموا مع بعض طيب احنا كنا عايزين نعمل ايه في المشروع فيه كام المنت احنا كنا بنحاول نوفرهم الـ Interaction الـ Images الـ Cyculation Flexibility الـ Visibility الـ Sustainability الـ Comfort المود الإجابلتي الـ Safety الـ Interaction احنا عاملين في المشروع كل مكان ليه Interact غير التاني يعني في الـ Social Road الـ Interaction بيحصل فيه غير اللي بيحصل في الـ Calature غير اللي بيحصل جوه البزارات غير اللي بيحصل جوه جوه الـ Workshop فبيدي experience مختلفة اللي بيزور الـ Image احنا بنحاول برضو نخلق حاجة للزائر أو السائح اللي جاي للمكان انه بترسخ في دماغه حاجة انه المكان دوت مثلا تاريخي وانه اثري وانه فيه حاجات فبيترسخ في دماغه Image معينة Flexibility سواء في plans انها بتكون أو يعني في الـ Workshops انها مثلا بتصغر وتكبر على حسب احتياج الناس اللي فيها أو الامتداد الأفقي والرأس للمشروع comfort انه هو مكان بحس انه فيه راحة ان الناس بتيجي تقعد فيه ومبسوطة وانه بتاخد فيه experience مختلفة والمود اللي بيتكون لهم في المشروع حتى في الإضاءات sustainability بنحاول ازاي نوفر أكثر درجة ممكنة من الـ Energy والووتر في المشروع الـ Elevation materials أو الواجهات اللي في المبنى حاولنا تبقى تبقى reflect لسوم مجرى العيون من نفس المتريال ما تكون حاجة تضاد منها وتقمش مع skyline الموجود في المنطقة ودي رؤية عامة للمشروع الـ Activity Road هو عبارة عن منطقة مبين منطقة الـ Cultures ومبين الصور بيكون فيه زي أماكن عجل وأماكن جاري وكلها zones بتكون الناس بتعمل فيه نشاطات مختلفة زي مكتبة مفتوحة برة أعداد برة التياتر اللي موجود اللي بتعارد زي دا تشو على فم الخليج انه يعرض حاجة معينة درسنا public space user لكل واحد داخل عايز يعمل ايه يعني مثلا اللي جاي اشتغل في office محتاج مكان للاكسب فعملنا مكان للاكسب اللي جاي سائح عايز ايه اللي جاي عايز يلعب حاجة معينة بيلاقي مكان اللي جاي بالعجل اللي جاي اللي من اللوكال للمنطقة فكل ده ممكن ازاي يبقى موجود جوا المشروع ومع اللاند سكابل موجود انه ما يكونش مأثر لصور كتاريخيا هو حاجات ناحية الصور مش بتشرى ميا كتير بعيد عن الصور ممكن تتكون حاجات فيها بتعمل ضل للمشروع social route عبارة عن الفكرة بتاعته اللي احنا اخدناها احنا لما بتيجي عن الصور مجرى العيون بتلاقي كل بيوت متكون زي خشب طالع كانوا بينشفوا فيه الصمغ العربي فده كان فكرة inspired from يعني ده structure فتكون حاجة flexibility فيه انه هو بيطلع أفقيا ورأسيا ورابط قلب المشروع ببعض ومأكد المدخل بحيث انه ممكن يحصل فيه اي event طول الاسبوع سواء ممكن يبقى فيه يعني مثلا فيه يوم مثلا فيه سوق فبتكون فيه سوق social route دوت او مثلا culture او حاجة بتتعرض فبيتكون حاجات مختلفة على طول الاسبوع بحيث انه يعني يخلي الرؤية يعني يخلي مثلا الناس عندهم حاجة بتعمل ضله في نفس الوقت يعني لما بينزل انطار او حاجة الجامعة فتبقى فيه water feature للمشروع دي كانت رؤيتنا للbefore and after الموجود حاليا واللي احنا الواحد كان بيتخيال وكان انتراكت للناس الفم الخليجة والنحية التانية مفوش الارش ديت يعني ممكن كان حتى يفرد حاجة يبقى ده تشغول الناس فدي فكرة دي كده المجرى العيوني المشروع الثاني برضو مختلفة او كفكرة مختلفة برضو كان احتياجات مختلفة تماما على الموجودة في مصر وهي ودي دخلناها انا وتيم ايمن وعبر رحمن وعمر كان المطلوب مننا اننا نعمل زي مدرسة مش مدرسة مفهوم مدرسة مدرسة حرفية ومدرسة تعليمية وتبقى للناس فكان الهدف اننا ازاي نخلق حاجة من من الوكال ومن الوكال ومن حاجة تكون لهم المنطقة في السنغال فالبلوت سايز 1182 هتتكون فصول كل فاصل 64 متر ومبنى المدرسين بيباتوا فيه مكتبة وكورت يارد وفيه كانتين وهم كانوا طالبين مكان لتربيط وضيور فالمشروع متكون من الناس بتتعلم فيها و الناس حرفية والكلاس كلها بتتفتح على بعض في الكورت بحيث ان لو حصل حاجة اي اجتماع اي حاجة كله يبقى مفتوح على بعضه بالاضافة ان احنا فكرنا فكرة ان هو فيه زي بقر موجود في المكان فحرقنا الميا اللي بتنزل من الانطار في الكورت لحد ما توصل للبقر بحيث انه يتم استغلاله للزائري من بره يعني هو متكون المشروع من كذا فيز فيز اولينية اللي هي التعليمية والفيز التانية اللي هي مع المكتبة والتعليم الحرفي حاولنا نعمل الـ من 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 هم هم بيستخدموا هم هم كأيزوليت للحرارة وكأنه بيجمع الأمطار البمبو و والحوائد كلها من الرمد وستخدمنا في الفتحات الـ و والبمبو بحيث انها تكسر حدة الشمس في الأماكن الجنوبية البلان متكون من مكان تعليم الليرنينج زون والليرنينج زون دو بنعرف نفتحه على الكورت بحيث انه ممكن لو حصل اي اجتماع والناس قاعدة هنا مثلا يتكون فيه زي تياتر للقاعدين الـ اللي هو بيكون فيه نحية تعليمية مع الـ و اللي هي هما بيعلمه حرف معينة في المنطقة هما محتاجينها حركة الأنطار اننا بمشي السقف انه بمشي بينزل المطر في مصارات جوه الكورت الحد ما يوصل لحد البقر عشان الناس برد تستخدمه وعملنا اعادة تأهيل البقر اللي موجود في المكان وكل فاصل من الفصول ازاي درسنا حركة الرياح الجيدة فيه وان تكسر حدة الشمس منه واستخدمنا الاستخدام الاساسي هو الرامد ارس في الـ وكان الهدف من المشروع انه خلال يعني احنا كنا اقترحنا ان خلال فقرة الاسبوع يتكون حاجات بتحصل دايما يعني ممكن يكون مكان اجتماعات للأهل القرية ممكن يكون مكان تعليم حرف مثلا معينة كاسبوعيا بحيث ان هو دايما شغال بخدمة المجتمع وده احنا يعني ده اللي احنا شفناه في المنطقة ان هم هم دول المحتاجين وهما اللي بيبنوا زي نعمل الجيت او الحاجات او في المبنى فكان ده سريعا المشروعين مجرى ليونس يعني شكرا جدا يا بشمهندس محمد ويعني الشغل بصراحة يعني متميز جدا ويعني احب يعني اوضح النوم من خلال المشاريع اللي عندك انت ممكن يكون عندك اتجاهين اتجاه السوشل او بمعنى صح او بمعنى ضق ال ال الهيريتج او الهيريتج اللي مش 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 يعني ده بنسبة المجر العيون انت عندك التاريخ وعندك ال الدين وعندك الكولتشر بيرعبوا دور كبير في المرحلة في التصميم عندك وفي الناحة التانية في السنغال عندك الموضوع ب مور تكنيكل شوية انت بتخش في المتيريال في ازاي استخدام اللوكل المتيريال هو ده اللي بيشكل ال بتاعت الناس اللي بتستخدم الفراغ ده وبتستخدم المكان ده او الناس اللي عايش هناك بشكل عام صح صح بالضبط فهم كل واحد ده تجربة مختلفة يعني في مجرى العيون الواحد ازاي فكر كسوشيال اكتر يعني وازاي ان المكان يكون خدمة للمجتمع كل واحد ليه طريقة خدمة في المجتمع مختلف عن التاني يعني طبيعة السنغال غير طبيعة مصر بس هما هما الاتنين طريقين فعلا لخدمة المجتمع باختلاف الطرق يعني باختلاف الاساليب تمام بالباتة احنا كنا يعني من خلال المشاريع دي دايما بيطلع كلمة الهوية وكلمة الهوية يعني كبيرة قوي واتفرعت كتير جدا 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 في الفترة الاخيرة دي لدرجة نها بقت معقدة جدا محدش او يعني في الاغلبية بيبقى صعب ان الواحد يمسكها من ناحية واحدة لان بقى فيه تدخل كتير قوي ما بين المجالات المختلفة في فكرة الهوية وبالتوازن مع الفترة اللي احنا عايشينها دلوقتي فترة الالجلوباليزاشن او العلماء يعني ما بقاش فيه فكرة او البوردر لائنز بقيت بقيت بلوري خالح بمعنى انك تقول ان دي عمارة مصرية والعمارة صينية والعمارة هندية والعمارة واتفر ده بقى صعب اوي يعني باتخدام فيه اركتكشور فيتشور معينة باتموحدة بقى فيه يونيبيرسل منهجية زي ما كنا بنقول فالموضوع يعني بقى واخد حجم وبقى واخد من من الكمبليكس كتير اوي انا سؤالي دلوقتي موجه لبشمهندس احمد احب اعرف منك يا بشمهندس احمد ومن المشاريع اللي اشتغلت عليها ازاي الناس اللي عايش لها او يعني بيباليها طابع الهوية يعني بتؤثر على المنطقة اللي هم عايشين فيها وفي نفس الوقت ازاي المنطقة اللي هم عايشين فيها بتأثر على الناس اللي عايش ازاي ده بيوفر ده والعكس صحيح طيب هو انا بس حبيب اتأكد ان الصورة المعامل ملاشير صحة كده اه طمع طيب تمام خلينا اقول لك طاهر بصراحة ان المسابقة اللي مفتوح بدامكم ديت اللي هي فيلينياس كونسرت هول اللي هو الناشنال هاوز بتاع مدينة لتوانيا بتاع دولة لتوانيا مدينة فيلينياس المسابقة بالنسبة لي ما كانش مسابقة على قبل ما هي كانت رحلة اتعرضت فيها الحاجات كتير قوي منها انها كانت الجزء الاولاني منها اصلا انها كانت قصة بداية الماجستير باعت وفكرت ان دكاترا هناك لما بيجوا يتكلموا في حاجة كتير كانت يقول لك احنا مش نحن نحن ادي لك ماجستير وده كانت تجربة بصراحة جديدة بينما ان دكتور نفسه يدي لطالباته كانت دكتورة ماريا جراتسي فولي كانت مصر وتعاملت مع الدول الاوروبية كتير كان من ضمن كلامها اللي هو انا لقد ادي لك مشروع طالما انت ممكن تحل مشكلة انا دي كانت اكثر حاجة عكباني في الموضوع كله انا بالنسبة لدي دلوقتي طلبة ماجستير لم يبدأ يحلول لي مشكلة حقيقية فلما ساعيت قالت لك انا اريد تحل المشكلة دورت على مسابقات خاصة ان انا بقول ان انا بشتغل في الموقات كتير من ايام الكلية حتى فبدأت ان انا دور عن المسابقات وبدأت اشوف مشكلة حقيقية لقيت المشكلة بتاعت خاصة ان احنا كنا بندرس مادة اللي الحفاظ والحفاظ على التراث والحاجات دي فلما جيت اخد المادة دي ودرس المادة دي حبيت انا تعامل مع حاجة والحاجة دي ان هي تبقى فيها حفاظ على التراث وبدأت ان انا دور عن المسابقات اللي قدامي ولقيت ان احسن حاجة ممكن اشتغلها كانت مسابق ليتوانيا ان هو تصميم ناشيونال هاوس في تاورس هيل اللي هي اعلى نقطة في مدينة ديلينيوس ودو يعني اللي انتم شايفينه دو كان الريزلد بتاعه حبيب ان انا بس انوه ان المسابقة دي كانت اللي قدامكم دي كانت باشتراك 13 معماري من على مستوى العالم من دول مختلفة كانت اشتغلنا مع بعض عن طريق كل ميتنج واللون والحمد اللي انطلع البرودكت عايز اقول لكم نزاها حديد اكتب ذا حديد كانت مركز ال36 احنا كنا طالعين تقريبا المركز ال62 ادرنا ان احنا نحق يعني مثلا كان في بتاع حوالي 400 تيم شغالين معنا المشروع ده اتنشر في المجلات عالمية كتير فينا طلبت ان احنا نتكلم معاهم فليتوانيا هناك فجرت وكلمنا معاهم وقدرنا ان احنا نوصل البرودكت دوت انا تواصلت معاهم وبعت لهم البروجيكت وهما كانوا مبسطين جدا بالنموذج دوت كان في نرد واتبعت لنا من جهة التحكيم بس الفكرة كلها ان انا كنت حاب بقول قصة المشروع هو بعيدا ان المشروع بالمجستير بتاعي اختلف تماما ودوت اللي انا هشرحه لان المتابقة دي اللي انتو متهيق انا بس خايف مش سريع هو كده وصلت السرعة على طول بس ممكن تكبر تعملها فول سكرين اعملها فول سكرين طيب تمام كده سرعة كده تمام اه تمام طيب تمام دوت كده تاورس هيل في في اتوانيا في فيلينيس كان المفروض المبنى القديم دوت كانوا هم طالبين مسابقة على مستوى المعماريين بتاع العالم كلهم خاصة الشركات ويفضل تبقى شركات لها سجلة وجاري وبتاع ضريبية زي نعرف في اي مسابقة كده اتطريت ان احنا نعمل بكل الطرق ان احنا نحاول ان احنا نأسس حاجة زي كده وروحنا هناك وروحت لتوانيا وبدأت ان انا اظبط الاوراق انا واتين بتاعي عشان خاطر ان نقدر نوصق حاجة زي بتاع النقابة المهاجمين في مصر او المعماريين اللي معنا على مستوى العالم كلهم كانوا معنا من سوريا كان معنا من اوكرانيا كان معنا من روسيا كان معنا من ايطاليا نفسها اتنين معماريين من ايطاليا وكنا شغالين في المسابقة ده فحاولنا ان احنا نجمع الورق زي ما بقولك كده في الاول هي قصة القصة كانت جميلة قوي لدى انها هي وانتكلم بقى بحيط الهوية دلوقتي المبنى اللي قدامكم دوت كان المبنى القديم دوت هو كان بيرجع ايامه من زمان جدا ان ليه قصة ان الليتوانيين كانوا منضمية يعني الاتحاد كانت مضايقة من حيطة ان هم منضمين لها وكانوا عايزين اي دولة سواء اوكرانيا الليتوانيا الدول دي كلها كانوا عايزين يحصلوا على الاندبندنس بتاعهم فهم حاولوا كتير ان هم يحصلوا على حاجة زي كده لحد لما جي الليتوانيين لما يفكروا اللي هم البلدية او الناس ان السوفيوت يونيون قال لك لا احنا هنعمل لكم مكان واحنا اللي هنبقى الرعاة واحنا اللي هنبقى مسكين بس الفكرة انتم ممكن تتدمع فيه بس تحت رعايتنا فقاموا بالمشروع اللي انتم شايفين دوت وفضل الموضوع ماشي على كده لحد لما الليتوانيا حصلت على الاندبندنس بتاعها ان هي خلاص بقيت لوحدها بقيت مدينة لوحدها بقى لها النشيد الوطني بتاعها بقى لها كل حاجة لوحدها فجوم بعد كده دلوقتي في الوقت الحالي قاعدوا يفتكروا كثير اللي هو احنا عايزين نرعى فكرة ان هو يأسس بيت اللي هو الناس الهوز ده تاني اللي هو البيت الوطني ده تاني اللي هو كانوا بيحلموا بيه من زمان بدأوا ان هما يجيبوا المبنى دوت ويبدأوا يعملوا مسابقة دولية وكانت هي دي بداية المسابقة ان هما عايزين يخلوا مكان المبنى ده مسابقة تقدر انها تحقق لهم حلم زمان بناء على الاسبكت كتير اللي احنا اتكلمنا فيه طيب باختصار شديد جدا المدينة عندنا فيه نهر فاصل ما بين الجزء اللي فوق النهر دوت الجزء الجديد اللي هو المدينة الجديدة اللي هو اللي زهر حديد امد بمشاريع فيها نورمان فوستر اشتغل مشاريع فيها فتقدروا تقولوا ان هما عندهم فكر ان بعد خلاص لما الاتحاد السوفية تسابنا عايزين يضمروا كل البلد بتاعتهم عارفين انتوا لما تحس ان كانت فيه بلدنا محتلة فاحنا عايزين نشير كل الدمار بتاع بلدنا دوت ونبدأ ان احنا نعم مدينة جديدة العالم كله بيجيها بس من تحت ايدينا من تصميم النعمة فخلوا المعمريين وبالتالي فخلوا المسابقة ديت ان هما يخلوا ان المدينة بتاعتهم جديدة من الصفر فيها شيء مبنى بالنسبة للجزء اللي فوق نهر كله المباني الجديدة الجزء اللي تحت النهر اللي عند الكمبيتشن سايد كله المباني المباني المدينة طيب كده اللي احنا شايفين اللي المدينة القديمة اللي انت بتشوفها هنا اول ما بتروح للجزء القديم اللي هو دي القلعة اللي هناك وزي ما انتم شايفين من القلعة ديت انتو بصين على المدينة الجديدة الناحية اللي هي من بعد النهر لو شايفين النهر وشايفين المدينة الجديدة هتلاقي ان فيه فرق ما بين المدينة الجديدة والمدينة القديمة اللي ي lowers اللي المعماريين زي ما بيقول لكم هات الكبيرة اللي في العالم بدأوا يأسسوا المباني ديت وبدأوا يعملوا المسابقات هناك وبدأوا فعلا بتنفيذها هناك. لدرجة ان في مباني فعلا هناك. انا ما صدقتش ان ممكن ان تبقى فينا زي في الانيس. فدوت كده الجزء الجديد فانتو شايفين التحدي ما بين الال والنيو عندهم عامل ازاي? ان هما عندهم فكر. فممكن في حتة ان احنا بنتكلم ان فعلا العمارة مش بس ان انا بني مبنى. لا العمارة ان انا ببص على الفكر بتاع الناس نفسه هناك. اللوكالز لما رحت وقعدت معاهم هناك على الهيل. وبدأت احلم معاهم بدأت تركب مع دوائين التاكسي اللي هناك. ان هما بيفكروا احنا ليه اصلا عندنا مبنى زي ده? احنا ليه اصلا يعني هم حتى مش عايزين يخشوه. لان المبنى زي ما اخبركم صوره بعد شوية هم متهدم تماما. من القلعة القديمة اللي انتو اللي هي الصورة اللي تحت دية للمكان بتاعنا اللي هو السايت نفسه اللي هو اللي انتو شايفينه. اللي ما بين الساهمين الزرق. وبعد كده من المبنى الجديد من المبنى الجديد اللي بعد النهر للمبنى بتاعنا بالشكل ما شايفينه. فكل مكان في فلينيا شايف المبنى والمبنى شايف كل مكان بحيس المكان دوت هما نسمينه هناك كده عين على المدينة. هو شايف المدينة كلها وكان عندهم فكرة قديم فكانوا نفسهم يطوروا في الفيديد. وعند قصة الجميلة اللي انا حكيتها لكم بتاع من زمان كانت الدنيا ماشية ازاي بعد كده مبني الاتحاد السوفيات بوزت الدنيا عندهم ازاي بعد كده بعد اما حصلوا على الاندبندنس بتاعهم بدأوا يعملوا ايه عشان يغيروا الفكر القديم. ده هوت كلام الكلام اللي احنا اتكلمنا فيها بكده. نشوف بالنسبة الموضوع بتاع المبنى نفسه وبجينا ندرسه انا زمالي. طب احنا دلوقتي دخلين في مسابق. تخيلوا بقى الواقع اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي ده. دخلين في مسابق. المسابق دي طلبة من ان احنا ندمر المبنى بالكامل. هم كاتبين كده. ان هم عايزين ما يخلوش حاجة من المبنى. طب ده مبنى قديم وبيمسل فترة زمنية معينة. دراستنا في المادة البرزيرفاشن على ايد البروفيسور سونيا بستيدا. قالت لنا ان ما فيش حاجة اسمها ان انت عشان مبنى اديم او منهار او ليه فكرة سيئة ان انت ما ينفعش تهده. ده الكلام ده اللي احنا درسناه. طب نجد نخش المسابق نلاقي المبنى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. حتى احنا بدأنا نكتب للدكتورة مجموعة اسئلة واحنا بنعملها الروف توتل ديسترويد. الاليفيشن ديسترويد وعليها اللي انتم شايفينه دوت وانظر اللي انتم شايفينه من الوجهة بحيث ان دوت ما ينفعش يتعامل عليه اي حاجة. الانتيريور سبيسز هل اه اجزاء منها ديسترويد وفي اجزاء منها قبلة ان هي يتعامل فيها اي حاجة. بس هل دوت الفكر الجديد اللي توانيا رايحاله. فاحنا بالنسبة لنا قعدنا نفسنا شوية اسئلة. بس ان احنا سألنا البروفيسور بتاعتنا. احنا نقدر نعمل ايه? جالنا بقى رد حلوة قوي وتقريبا هي دي كانت بداية الشغل بتاعنا. انت ما ينفعش ان انت تهد المبنى القديم. بس يا سام لو تنسك البرينسبلز بتاعته وتدرسها وتبدأ تطبقها في المبنى الجديد بتاعك. هو ديت الكلمة اللي احنا منها المشروع. ان احنا ندرس البرينسبلز المبنى القديم كان عايش على ايه? كان عايش على كورت اساسي. وجناحين اللي هم الكورت الاساسي اللي هو في النص اللي في النص اللي انتو شايفينها. والجناحين اللي يمين واللي على الشمال اللي كانوا خدمات لي. مع دراسة اللي هي الاعمدة اللي بالشكل ده. مع التاج على الاعمدة دوت مع الفتر بن بتاعت الشغبيك. ادرس الحاجات دي. ودي شخصية قديمة انت ما بتحبها. يعني ادي الشخصية. خد الكاراكتر من جوه. ابدأ تطبقه في مبنى جديد. ولكن محافظ على البرينسبلز اوف ديزاين وليس كيان المبنى. ومن هنا بقى بدأت القصة بتاعت المشروع. هو المشروع كبير جدا. بس انا احاول ان اختصره بمنطقة البساطة. طبعا هنا بقى الموضوع الماجستير بدأ. خلاص المسابقة خلصت. الماجستير بتاعتي بدأ. طبعا كان عايزة اشكر عيدة. هي مش موجودة معنا النهاردة. كان نفسها تبقى معنا. بس الاسف حصل ظروفها ما قدرتش تحضر. عيدة شلك اه مهندسة معمرية ايرانية. اه كانت معايا في ايطاليا. كانت بتدريس معا الماجستير كامتانا وهي في مشروع واحد. وطبعا المشروع كان معايا. والمشروع زي ما قلنا هو كان ناشنال كونسرت هول. هم كانوا عايزين يعملوا قاعتين رئيسيتين لان هم عايزين يعملوا حاجة ما بتفكرهمش بقى بالاتحاد السوفيتي وما بتفكرهمش بالغم ده كله. عايزين يفرحوا. عايزين يعملوا كده رأس. عايزين يطلعوا برا حيطة الحزن والايام القديمة اللي بتفكرهم بالاتحاد السوفيتي وعادل الاندبيندت اللي هم كانوا بي. بس اه ما شرحنا الخريطة اه طبعا شوية خرايط بتشرح لنا بدأنا ندرس الاماكن المنسباليتي اللي هي الادارة عندهم البرلمنت البرلمنت الكاثدرال سكوير الكمبيتشن سايت طبعا الكمبيتشن سايت ليه علاقة بالمنسكوير هنا اللي بتجمع الناس كلها. وليه علاقة بشوية مباني تانية ودرسنا قوي حتة الاكس اللي ما بين المنسبالي اللي هو المبنى الحكومي اللي عندهم والسكوير الرئيسية والكمبيتشن سايت. طبعا دراسات كتيرة جدا اتعاملت دراسة المدينة القديمة والاقتراح اللي كان معمول لتاوراس هيل قبل كده المبنى القديم. اه دراسة اللي هي بتاعت الهيستوري نفسه بتاع المكان زمان بتاعه. اه كل كانت دراسات لسيركيوليشن الحاجات دي كلها. يمكن كله ما يوديش لحاجة في الطبق بتاعنا قوي. اه دراسة دراسة دوضاء لان انت بتصمم كونسرت هول. فلازم ندرس انت مكان العربيات فين عشان يبدأ يبعدك كده. اه يمكن الحاجات دي برضو بعيدة. اه يمكن بقى لما نبدأ نخش بقى في حيطة دي واحدة مالشي. ده نفسه اللي احنا كنا عملينه. اه هو ده السايت عشان خاطر اعرفكم معا اكتر. هو ده السايت بتاعنا. وده ودوت كده النهر. ودوت عشان نقدر اوصل من المدينة القديمة للمدينة الجديدة عن طريق الحاجات دي. اه طبعا كل دي الدراسات بتاعتنا اللي احنا عملناها على ارض المشروع. اه كانت الفكرة بتاعتنا بقى ايه? هو بصراحة لكم حاجة. اه احنا المشروع الاول لانا وارت لكم رندر الفظيع بتاعه اللي احنا دخلنا فيه في المسابقة. ما كانش هو رسالة المشروع الدكتورة قالت لي حاجة. ان ايه المشكلة لما تمسك ابسط رد ممكن? ابسط رد ممكن? ترده على اجابة سابقاية وتعملها. فانا سعيت كنت بسألها بقولها ايه ممكن ابسط رد ممكن دوت? وبتناقش معاها. جايتها بتقول لي مش ممكن ابسط رد. ان انت تطلع نفسك من حيث ان فيه خناقة ما بين القديم والجديد. وان انت تبدأ تحترم الناتشر الجميلة اللي عندك اللي هناك. مكان مفتوح بالشكل الجميل اللي قدامك دوت. ليه ما تبدأش ان انت تسيبك من اللعبة اللي ما بين القديم والجديد. وتبدأ تقول ان ما هي اللي جمعت القديم والجديد. بحيث ان هما يبدأوا يطلعوا بحاجة جديدة. ففعلا بدأنا ان احنا نمسك التي نفسك بتاع الجيمين Bloods اللي عندنا. وبدأنا نمسك المبنى بتاعنا. وخليني حاجة مسك جدل خضرات. الجدة الخضرات اللي كمهيتة بقيت التقطر بتاعي. فبقى ده التقطر الجريğl اللي عليه الزرع والشجر القديم وعليه كل ده. وبدأت ان انا المبنى بتاعي ان هو يبدأ يطلع بجرين ليفل ان الناس مش قصة ثم ماشيين ويصلوا للمبنى وطلعوا على سطح المبنى غير ما يحكوا بقى الجزء اللي تحته وبقى قاعتين رئيسيتين وضعهم بعض بيعملوا احلى اه دايات ممكن يحصل ما بين كتلة قديمة وكتلة جديدة ودولة هنشوف فيه الجزء الجديد. طبعا اه الشغل زي ما بقول لكم لتعامل عشان نطلع بطرور زي ده شغل طليب جدا هو بيطلع بيطلع ورسومات بيقدروا ركزين فيها عشان يقدروا يطلعوا شغل زي دوت فقدرنا نطلع دروم زي ديت عشان يقدر نبين الكتلتين وسط المدينة كلهم عاملين ازاي وهل هو اي حد يقدر يامفصايز ان هو ده الكونسورت هول من بعيد ولا اه طبعا الكونتينيوتي افدهيل اه اه الديالوج الجميل اللي احنا بدأنا نخترعه الديالوج اللي ما بين كتلة اه الاديمة اه بنفس البوكس بنفس المسافات اللي بين الزيز الدكتورة بقى بدأت تقولينوش انتو هدمتو المبنى القديم ابدأ احترم المبنى الجديد شوية وابدأ احترم البرينسبلز فبدأنا نمسك الباترن اللي كان يتموضع على المبنى القديم المسافات اللي ما بين الازاز دي وبقى بدأنا ان احنا نعمل زي كورينج وواحد بيقول تاني بيقول انا بربريزنت القديم والهيريتج والبريزيرفاشن والحاجات دي كلها وانا ناس دومنس اللي كان في المكان قبل كده كتلة تانية كلها ازاز كلها شايني كلها بالليل بتبقى منورة والصبح بيبقى الازاز الشمس نزل عليه فبتبدأ نيات ناس دلفيقه كتلة تانية بتقوله انا فهي اللعبة اللي بتتعملك في السايت عبارة عن الاديم والجديد الناس اللي بتقولك لا ده الاديم بتاعنا ولازم نحترمه والجديد اللي بيقولك لا احنا لازم ندمر الاديم افيه سجاء اللي هي السجاء اللي بدأ التجمع الكتلتين عشان تخليهم على سطح واحد متجمعين في مبنى واحد كل الكتلتين دول انت ما بتفسش ليهم الا لما بتخش من هو بتبدأ تشوف الانتيريور شوكس اللي هنبدأ نتعرض لها طبعا دوت حاجة كده كان لازم اقولها برضو موضوع النشيد الوطني اللي التواني بعد اما حصلوا على الاندبندنس بتاعهم بدأوا ان هما بتاعنا لازم نحترموا لازم نحترموا لازم نحترموا بتاعنا حتة الظلام حتة اللايت فبدأنا نشتغل بحتة اللايت والنور والضلمة عشان خاطر الفتاحات اللي بدأتنا نعملها في السجادة الخضرة اللي بتبقى نيتشر لايت في وقت الوقت بتاع الصبح السجادة الخضرة اللي احنا عملنا لان طبعا نتكلم كتير عن موضوع ديزاين بروسيس اللي احنا قمنا به غير ما بيحترم البرنبلز الاكسبتنج زباست الحاجات دي كلها كلها ما اوصلنا للفورد بتاعنا اللي هي الكورتن ده كان شط للمبنى طبعا في الليتوانيا زي ما انتم عارفين الموضوع هناك بيوصل لسلب اللي مينس خانفة وتلاتين درجة فممكن ان الدول هناك على طول حتى في الصيف تارة الخرارة ما بتزيدش عن سبعتاشر درجة فزاي ما انتم شايفين هنا تلجي ماشي على المبنى والارضية الهيل نفسها اللي انت تطلع دي كلها هو برق قطعة الجليد والبوكتين هما اللي معلموا مع بلهم اللي عاملين اتو ده ده برضو شط تاني بيتكلم عن ازاي ان الجرين الجرين هيل طلعة وازاي ان الهيل طلعة برضو فوق وازاي ان البوكتين والمدخل نعمل من النص ده برضو دراسات تانية كنا عاملينها عشان نبين التواصيل بداية اه كل من جوة اه هنا كان الجرين كاربت وازاي ميكملها معايا وازاي ان احنا بنسبلنا اعتبرنا الجرين كاربت جزء الهيل كل ده تشوتات بتوضح المشروع وبتوضح الحاجات كلها هنا كان يمكن الشوط ده انا كنت مبسوط جدا لان فعلا اذن اوضح الفكرة بتاعت الهيل زي كملت مع المبنى اه وزي ما انتم شاهدت كده لو يجي نقرب هنا وعينك تيجي على هنا اكتر هتلاقي ان الجرين هيل مكملة مع سطح المبنى فانا بالنسبة لي كل حاجة مكملة مع سطح المبنى الا اللي هما اللي هو المبنى الكبير اللي هو واخد تقاعة كبيرة والمبنى الصغيرة اللي هو تقاعة صغيرة اه دوت كده كان اللي كانت مصرة ان احنا نبدأ ان احنا ندرس حتة اللايت والداركنس اللي موجودة في النشيد الوطن الخطوط اللي احنا عاملينها اللي احنا عاملوه زي ان الكتلتين طلعين من السجادة الخضرة بشكل معين وكانت مهمة جدا ان احنا نحدد الخطوط وانتقل الخطوط بتاعت الخارجي عشان نبين زي ان نفسها هي جزء من الهيل وليس جزء مختلف عنه فكانت كانت كانت بتاعنا طبعا دي كانت بتاعتنا بدون دخول في تفاصيلها الاليفيشنز بتاعتنا اللي بيبقى نبقاه مع الليفلز اللي بتاعت وازاي الناس مرتبطة بالليفلز ديت مع المشروع اللي من جوه اه طبعا بتاعتنا كل دي سيكشنز بتاعتنا اه طبعا هي بقى كان الاساس هي حتت ان هي يعني شوتس ديت عادت مثلا بتاع لي خمس مرات او شت مرات عشان حتت الشمس والنور ان احنا بالنسبة لها عايزة هي عايزة تضل من الدنيا وتخلي الشمس هي النور الوحيد اللي في المكان واحنا كنا بنقول لها الدنيا مش هتبقى حلوة اوي بس ادبنا ان احنا نوصل من القاعة باقي تهي الحاجة اللي انت كانت اهم حاجة عندها ان البوكسين ينزلوا تحت الارض انت شايفهم من بره ودخلت جوه شفتهم مكملين من جوه عشان تقول لك ان الاتنين ليهم اصل وليهم بيز الفيوتشر لي بيز ان هو رايح في حتة وي الباست لي بيز برضو ان هو ده الاصل وهو ده اللي لازم نحترمه اه طبعا استشهدنا كلمة جلال الدين الرومي اللي هي post the light and shadow are the dance of love دي كانت كلمة لجلال الدين الرومي اه دي كانت القاعة في السياح بتاعنا طبعا اه كان مهندس معتاز مصطفى كان هو الديزاينر بتاع عدت عن القاعات المصرح عندنا اه هو دي القاعة الرئيسية اللي عندنا اللي احنا بدأنا نصممها وكان مقصودة جدا ان احنا نختلف كل الاختلاف اه الشخصية الكاراكتر غير اللي بره انت اللي بره شايفه بوكس عادي جدا يمكن هتتخيل ان انت تخش القاعة من جوه تشوف قاعة زي دية وتشوف اه والحاجات دي عشان تبين ان ممكن يكون من بره مترم حاجة لكن هو من جوه حاجة تانية وشايل برضو والحاجات دي كلها شايل لها امل حيثة اه انها بالنسبة لي برضو بحترم دي برضو كانت القاعة من جوه بس ناحية الستيج وبصل الستيج اه احب اصدر ان الحاجات دي كلها معمولة على اكوستيكس اه اكوستيكس اه برينسبلز والارتفاع مع مع الاوتوريوم مع مع الا الاوركسترا اللي تحت الواقف فيها نسقط على الاوركسترا اه كل حاجة معمولة هنا ببرينسبلز مدروسة مدروسة كصوديات والحاجات كلها موجودة ما كناش نقدر اصلا ناخد من اطارة الا بعد الدراسة دي ده ده طبعا كان المسرع اللي كان موجود ده هو الانتير بزاين ويجب برضو شوت بيبين ازاي ان انا باقدرت لها من الدور تحت الدور اللي فوق عن طريق الميزان فلور دوت اللي هو من هنا كده واقدرت لها على فوق دوت هنا كان الدور اللي فوق بيبين ازاي ان الكتلة انت كده انت كده فوق على الكاربت وانا بوسس من الكاربت والضوء جاء داخل من الكاربت دي عايز اتكلم كتير في الكتلة الفيوتشر دي ات برضو اكسبرينس حلو قوي ان انت بالنسبة لك من فوق الكتلة على الازاز اللي هي الكتلة على الشمال واذا ان الناس قاعدين من فوق فيه موسيقار قاعد بيلحن او بالاي حاجة زي اعتبره امبتياتر وفي نفس الوقت الناس قاعدت كلها بصل على المدينة من فوق شايفين المدينة كلها القديم والجديد طبعا دي كلها الفاصيل مش عايزة لها بس زي ما انتم شايفين القاعدة كده اللي كانت بالشكل دوت ازاي ان القاعدة كانت موجودة بالشكل دوت الخبزات اه خلي بالكم يا جماعة المشروع اصلا انا الماجستير بتاعي كان في الكون لازم نعمل الحسابات للستيل بيمز وازاي ان البيمز دي كل مرتبطة مع بعض وازاي ان كل كانت دي اتشالها كل حاجة لازم يتحسب لها اللي كان كله محسوب عن قطر درجة الحرارة اه زي ما احنا قلنا بتوصل الى مينوس خمسة وتويتين فالدني كلها تلج فالتلج دوت هيسيح فلازم يروح لفين لازم يبقى فيه معينة تستعمها كان كل دوت لازم يتحسب بمعادلات فيعني يمكن الكلام اللي انا بعديه بسرعة دوت اه اه قمعا هنا اه اه كل دوت مدرس اه ميتقال في كل دور حتى الصرف وال والكيف وكل حاجة مع ما حسابها والمشروع الجزء اللي تحتها اللي تحت الاركسترا دوه التلات اجزاء بتوع المشروع الجزء اللي هو الخاص بالستاج الجزء الخاص بالاركسترابيز الجزء الخاص اللي هو مسؤول بالفرونت اوف هاوس طبعا ديات المارتي بيربس هول اللي يقع بتاعت الفيوتشر اللي احنا اتكلمنا عليها سريعا ديات كزا بروفوزل ان هي اما تكون مستوية اما تكون هاف اللي هي يعني النص بتاعتها اما التعبئة بتاعتها بشكل كامل وده طبعا بتاع الكتلة والستيل بيمز بعد ما اتحسرت لان احنا كنا بنحسب هنا الكالكوليشن بتاعت كل تفصيلة لو انتم واخدين بالكم دوت كده سيكشن بسيط متاخد في التفاصيل بتاعت الروف من فوق متاخد في التفاصيلة بتاعت الفلور هنا كل الحاجات دي محسوبة بيمز المصمار دوت السيكنز بتاعه محسوب عشان خاطر ما كناش نقدر كستراكشور وايز ان احنا نقدر متخرج من غير حيط التفاصيل دي طبعا هنا دخلنا في حيطة الستراكشور دوت التفاصيل بتاعته وايه اللي انا بقولكم عليها دخلنا في برامج اسمها ميدز جين وتكلا وبدأنا ان احنا نعمل كالكوليشن البرامج تراس نافه وبدأنا نشوف البيمز دي اتشغالة ازاي منا وكل ديت معادلات وكالكوليشن اللي انا بقولكم عليها دليات طلعت البرامج اللي احنا عاملينها كل ديت من الميدز جين الابتومايزيشن بتاع الميدز وطبعا دراست الماتيريال بتاعت البروجيكت كله لان احنا كان عندنا بروفيسور متخصص بس في ان احنا نطلع الماتيريال دي انت بتارت الماتيريال وايه كونسبت بتاعك وازاي الماتيريال بتاعك المشروع كبير جدا انا بقولوكو يعني انا يعني الشرح بتاعه ممكن ياخد وقت كتير بس في الاخر يعني برضو ان المشروع كله ماشي بيم ازا ديزاين ان مودلينج استراكشور انيرجي اه اللي اف ديال بيعه من الكونسبشن لحد الفابريكيشن الاس فلت الفاينال برويجه ودي كونسبسبت طبعا استخدام برنامج سكرو على نقول الخطوة اللي احنا قمنا بها في البروكت. استخدام برنامج الراينو والجراس هوبر لنحن نشوف افضل اتجاه. مثل ما ازا انفيرومنتال ازا انفيرومنتال اه اسبكت. طبعا كل ده اتطالع من البرامج بتاع الجراس هوبر. نستدل بنا ان كان ده الحاجة نحن عارضها اللي هي جزء الماكت نفسه. الماكت اللي احنا مكان في وقت كورونا فما قدرناش نعمل الماكت فالدراء اتلنا حاولوا تعمله موديل. فساعة اكتا طلعنا الموديل بشكل دوت بحيث انه يبني كماكت لكن للأسد مكانش ماكت. وده كانت اخر حاجة عملي في البروكت. لازم. طيب شكرا يا بشمانس احمد. يعني برضو مشروع حلو جدا وواضح يعني ان انتو ان انت تشتغل على مختلف خالص عن ان انت متعود تشوفه هنا في مصر. وواضح كمان يعني ان في فكرة الكلمة حلوة او الانتوار ما بين الحاجة القديمة والحاجة الجديدة. وكيف ان يكون فيه ميديم معين في النص او اللي هو في الكيس بتاعتك كالنيتشر انه يقدر يحل المشكلة دي. فيه حاجة من اللي انا ملاحظها انه المشكلة بتاعك ايم على فكرة كثير الكومينيكيشن مع اللوكالس او مع الناس اللي هم عايشين هناك يعني. فلان انا ملاحظ انه زم انت بتقول كده هو ستوري. هو جيرني كده انت ماشي فيها. والستوري دي بتدخل معها التاريخ. بتدخل معها top-principles of design. والتطورات اللي حصلت في على مر المثلاً نتكلم من الأول تملينات أو آخر تملينات من ساعة الحل اللي هو التحاد السوفيتي لأن هذا بسببه أصلاً حصل تغيير كثير قوي في شكل العمارة وشكل العمران في المنطقة دي أنا أحب أن أخش أكثر في الحتة دي فكرة الكميونيكيشن مع اللوكولز وأحب أخش برضو أسأل بشمهندس محمد في المنطقة دي على مشروعه في سنغال أو مشروعه في سور مغر العيون يعني أين كان تحب يعني تتورينا يعني وتقول لنا إزاي أنت أتعملت مع اللوكولز هناك مع الأهالي هناك وإلى أي مدى الأهالي والمعماري بيدخلوا في العملية التطميمية هو مبدئياً يعني كشارح بسيط بسرعة عن النقطة دي أن المنطقة يعني لما الواحد بيشوف المكان ده عبارة عن إيه أو بيرجع له بإيه فهو بيشوف من ناحية أن مرتبط بها إزاي يعني مثلاً أن فيه أماء يعني مثلاً الهيريتش بتاعنا أو اللي إحنا متؤثرين منه كناس ممكن يكون مثلاً كمكان يعني مكان بالنسبة لنا ممكن يكون قديم زي الأهرامات أو حاجة أثرية أو جديد زي حاجة حصلت مؤخراً كميدان التحرير يعني أنه هو رمز لنا يعني أو كمبنى فهو المباني بالنسبة لنا مباني أثرية تراثية أو مباني لسه بتتكون عشان تشرح لنا الحضارة بتاعتنا زي المتحف المصر الجديد اللي بتعمل أو ماموريال زي رمزيس الثاني أو إبراهيم باشا في المصر الحديثة أو مثلاً حاجة لها علاقة بالطبيعة مثلاً في مدننا يعني زي أو إحنا مرتبطين بيها زي سانتا كاترين أو ودي الحيتان أو ودي الجمال أو حاجة لها علاقة خاصة بقى بالكالتشر بتاعنا فيعني مثلاً في مجرى العيون مثلاً كمثال مثلاً أنه هناك الناس لحد الوقت مثلاً زي بسطات قدام المساجد زي مسلطان حسن أو الأسواق زي ما هي الناس بتبيع برضو أو في حتى الشيدينج إليمنت اللي موجود في الأسواق هو نفس الشيدينج إليمنت اللي بيلاقيه دلوقتي في الأسواق عندهم يعني أو حتى عند نهر النيلمة بيجيبوا منه حاجة أو بياخدوا منه مية يعني أو الإيربين فابريك بتاعنا الإيربين فابريك بتاعنا برضو ممكن يكون تراصي ودي خريطة الدكتوري المصري كان عاملها في الماجستير كارت المعز فهي دي ممكن تكون حاجة هيريتش بالنسبة لنا إحنا بنحاول نكون الإيربين فابريك بتاعنا من النقاط دي أو طيب بلدنج بتاعنا اللي هو المشربيات والماتيريال بتاعتنا اللي بتستحمل الحرارة والحاجات دي دي كلها من ضمن الحاجات اللي إحنا بنبقى عايزين نستخدمها فينا أو الهاندكرافت دي حاجة بتاعتنا برضو إننا إزاي بنطورها أو زي في صور مجرى العيون فدي حاجة مهمة الناس كانوا بتوعوا تقول على البلود أو القماش أو الحاجة دي عايزين نطورها أو تبقى معانا وهي مودانة بصفة عامة هي رزيلينس يعني هي كسوشيال يعني كسوشيال رزيلينس إن هي مرينا في التعامل في السوشيال إن زي الناس ما بتبقى محتاجة حاجة اللي هو عنده بيته تحت الورشة بتاعته أو جاره بقريبه وبتجاوز من عيلته فكانهم بتكونوا منطقة كلهم عارفين بعض والسوشيال تاون ممكن تتكون من ناحية يعني في المجرى العيون مثلا إيه؟ إن البيت بيودي الشارع الشارع ده ببقى فيه sitting platform الناس قاعدة فيها بتتعرف على بعض الجيران بتودي الجيران الأبعد اللي هم من العيلة أو يعني من الكورت مثلا الجيران الأبعد للسوق للطريقة اللي بيقضي للسوق للسوق نفسه للكورت اللي بتاع السوق اللي بيتباع فيه حاجات أو بتصلح فيه الورش اللي هو موجود مثلا في مجرى العيون أو بترفلكت ليهم مثلا الماتريال بتاعتهم من هم بيستخدمه بالأشجار هو حتى أنت بقى ما ماشي في السوق كانك ماشي في open theater إنك أنت قاعد شايف حواليه منك وشمالك ناس بتبيع وإضافة إلى ذلك الأماكن الترخية بتاعتنا كلها أماكن دينية زي الطريق من حسن الأنور لحد مسجد زينب أو أحمد بن طلون اللي هو بعضه على طول أحمد بن طلون كله أضرحها بطريقة ماشية متتالية كطريق تاريخي إسلامي يعني طريق ديني يعني إن هو هناك ديني طريق ديني أكتر يعني إن هو حاجة بيحصل فيها الاحتفالات فهي مدنة كلها أو الحاجة بتاعتنا هي يعني هي social يعني هي الأساسي social زي مجرى العيون يعني بصفة عامة والأسواق اللي بتتكون فيها أو الناس بتبقى طلبتها إيه فبيتكونوا على أساسها يعني تمام ودي صور من أرض الواقع في مجرى العيون يعني أسواق اللي هناك والشوارع وإزاي هما بيهتموا بالأثار بتاعتهم يعني أو الحاجات بتاعتهم أنت أولتك كلمة حلوة قوي في فكرة الـ social resilience إنه إزاي وجود الناس يعني الفكرة مش فكرة حفاظ على المباني بس هي حفاظ على الناس حفاظ على الـ culture وحفاظ على العادات والتقاليد اللي هناك ده ممكن يكون بيخلق حاجة اسمها الـ social resilience أو يعني زي المكان يبقى مرن من خلال الناس والأهالي اللي عايشين جوه فهل يعني أنت شايف أنه مشاركتهم في الـ design process ده مهم في أن المكان يقدر يبقى resilient enough في المستقبل يعني هما بالنسبة لهم هما بيكونوا الشركة الأساسية في التصميم بتاعهم لأن هي requirement اللي هما طلبنا ما تكونش بعيدة عن اللي هيتعمل بحيث أن حاجة دي أو أي مشروع يعني مش مجرى العيون أي مشروع لازم يكون requirement للناس اللي بتعمله بحيث أن هما ده يرفلكت ليهم إن هما ما بقاش ما بقاش فيه تطاعد الناس مش كرها المشروع كرها إنهم شايفين إنه حاجة قد على المكان بيتنفروا منه فعلاقة الناس كـ social أو في التصميم دي علاقة من أهم الحاجات يعني إنك أنت بتسألهم قبل ما تعمل مشروع كان أو تعمل حاجة إن كان المسابقة أو المشروع يعني طيب فكرة الـ social resilience دي بقيت يعني حاجة مهمة جداً ويعني الواحد بقى يعني بيسعد لما بيشوف مهندسين معامرين بيبتدوا يرتبنوا الموضوع ده وبنبتدي كمان نشوف إزاي المسابقات المعمرية بتبتدي يعني بتاخد الاتجاه ده أو بتحاول يعني على الأهل يعني إنها تاخد الاتجاه ده هل السؤال بقى هنا لشمهندس أحمد من خلال المشروع اللي اشتغلت عليه هل شايف إن المسابقات المعمرية في الفترة الأخيرة دي بقت بتتبنى الفكرة دي فكرة الـ social resilience هل بقوا بياخدوا المجتمع في حسبانهم يعني هم بيطرحوا فكرة ولا شايف إنها لسه مخطوطة في الفكر الآلب اللي هو المعماري اللي قاعد جوه الـ studio بتاعه قافل على روحه بيحط الـ design وبعد كده يروح إيه ترحى على الجهات المختلفة بص يا طار أمثالي بدأت الكلام بحيثت إن أنا بالنسبة لي دائما بشوف إن المسابقة دي مش بعيدا عن إن أنت بالنسبة لك بتخش مسابقة عشان قطر تنافس فيها أو اللي تشالنج اللي فيها أو هذا دائما بحيث إن إحنا يعني يمكن هي مشكلة وإنت بتحاول تحلها بيبقى الحل بتاعك مع الحل بتاع الـ competitors اللي معاك هو بيبقى أحسن حاجة في الموضوع إن أنت بتخش الفكر بتبدأ إن انت تشوف الـ context اللي حوالي بتتعرض لثقافة الموضوع اللي أنا عادته من شوية ثقافة جديدة بفكر جديد عمري ما تعرضت له قبل كده زي مسابقة السغال كانت برضو تصميم مركز ديني كنت دخلتها قبل كده زي مسابقة آآ اللي هي بتاعت آآ آخر مسابقتين ما دخلتهم اللي هم كانوا السنة دي آخر مسابقتين خدنا فيهم من أحسن من عشرين مشروع على مستغل العالم كله ومسابقتين تميز بتاعت Bridge to the future إن شاء الله بإذن الله نعرضها في حاجات تانية بعد كده آآ بتاع تصميم مركز الشباب في بغداد دايماً بحس إن المسابقات اللي من النوع دي أنا ما بخشش على مسابقة عشان آآ حاجة وخلاص انت بتخش تصمم حاجة بتخدم الحتة المجتمعية اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة العالم دلوتي بقى محتاج النوع يبوصي الاجتماعيات أكتر ما هو متوجه إن هو يعمل حاجة جديدة أو مدرسة جديدة يتبص عليه إذا براميترك ديزاين إذا 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 يزهح حديد . إذا الحاجات دي كلها حتى هناك في إيطاليا لما ييجي يعمل لك يقول لك آآ آآ فورست فونشن بعد كده بعد ذات ويحط لك نقطت تاهم قصدي فاحنا بالنسبة لنا دلاتي ما بقينش ما ما بناش شايفين يعني مثلا المسابقة اللي قدامكم ديت. اه مسابقة بنالي فينيسيا الفين وعشرين. اه اللي انا اخدت فيها الجهزة التشجيعية. اه كنت كان معايا بشمواندسة السعيد. ومعايا بشمواندسة عبدالله طارق. انا دخلنا فيها وشفنا بتاع المسابقة ازاي هنعيش مع بعض. خدنا الموضوع من ناحية ممكن تكون ناحية مبهمة شوية اللي هو ايه ازاي هنعيش مع بعض هنعيش مع بعض لو فكرنا كنا عايشين مع بعض ازاي. انا نشوف اللي كان موجود قبل كده. بدأنا نشوف احنا كنا عايشين في ايه? حيثة الريف المصري وحيثة طبعا المسابقة ليها تفاصيل كتير حيثة الريف المصري. وحيثة ان احنا بدنا بدنا نمثل ان العقابات اللي بدنا قلها هي عبارة عن بلوكات طوب. والبلوكات الطوب دي كل لما بتخش من البوابة بتبعد عنك. وكل لما بتقرب يعني كل لما بتخش من البوابة بتفضل تبعد 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 لحد لما بتروح لبرتريك بير قوي. اه يمكن اوريه لكم هنا. مشكلة ان ده اه 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 ان ان انت بالنسبة لك بتخش من المكان اللي في النص دوت بتبدأ ان انت تروح هناك. بتلاقي بورتريل ريف مصري القديم. انت نفسك تروح له. بس كل لما تخش بتلاقي عقابات بتقدر تعديها. بتقدر تعدي من طوبة لتانية لتالتة. لحد لما بتروح لحياتة البيت المصري الاصيل بتاع زمان. حيات الريف اللي احنا عمنات بتريل اللي كان معقول بالاشعة الحاجات دي كلها. اه كان فكرة كلها ان احنا بالنسبة لنا شايفين ان احنا بالنسبة لنا هي معادلة برامترية. كل لما عدى بنا الزمن كل ما بنبعد بعض اكتر. طيب احنا بنبعد عن بعض اكتر ليه? احنا زمان كنا عايشين في الريف المصري مع بعض. كنا بنصحى الاهل بيأكلوا مع بعض. كنا مرتبطين ببعض. لو تيجي تكلم واحد مثلا اه مواليد الخمسينات والستينات يقول لك احنا كنا بنقعد مع بعض على ترابيزة الواحدة نكتلم. يقول لك ما كنا بنقعد عشان واحد وما كانش فيه مشكلة. دلوقتي بقينا نلاقي المشكلة ان فيه خمسة ستة قاعدين على ترابيزة كلهم مسكين موبايلاتهم قاعدين التكنولوجيا بقت مؤسرة بالسلب علينا. المباني والضخمة بتاعتها المباني والسكن والحاجات دي كلها بقت. طب ايه اللي خلانا اصلا نفكر في ده? ايه اللي خلانا اصلا نفكر? مسابقة. مسابقة معين. فانا حاسس يعني انا فتحت المسابقة دي بس اللي مجرد من انا بقول لك ايه? انا دخلت يعني طول حياة المعمرية دخلت مسلا بتاع حوالي عشرين مسابقة معمرية. العشرين مسابقة كنت جما بحاول اشوف مسابقة آآ يبقى فيها فكرة تقدر تخدم الحاجة اللي انا داخل فيها دي. آآ ايا كان الخدمة دي نافعة تثبت خص بالنسبة لي مش فاهمة هي بالنسبة لي اهم حاجة تكون خدمة اعلن وقدرت ان هي توصل فكرة معينة. بس هل المسابقة دي طبعا اكيد اللي في الممارقة دي اتمرت اول. آآ قدر يوصل فكرة. فكرة دي اتوصلت بشكل معين المخلوب من المسابقة. لكن الفكرة ان هي ادت السماحية للمعماريين. وحتى المعماريين لما بيطبتوا باللوكالز. الموضوع بيطلع بنتيجة. وهي دي المهمة من حاجة الكمبيتشنز. في العالم كله بياضراحها للاتهدأ. وانا حس ان احنا فعلا في مصر محتاجين ان احنا نشغل المجتمع المعماري معانا في حاجة الايه? ان هما يبدأوا ينزلوا مسابقة كتير. يطلعوا بيها افكار كتير زي المسابقة تحت الجسر اللي كنت مشترك فيها دي. آآ حاجة زي الجسر اللي اتعمل على آآ اللي يربط الحيث الوطني الاقيم بالمسالة بتاعة اللي عن نيل. حاسس ان ده وات برودكت لي ما يتنفسش. فاحنا بنروح لحيط اللي هو قياريت. تبني ان تجيب الحكومات لحاجات زي كده. لان لو مفيش رأس بين اللوكالز والاركيتكتز والجوز في حيطة الدايرة السيركل دي. لو ملفتش صح متى يقلي هو ده مش مقدر نحل المشاكل كتير. لان متى يقلي الاركيتكتز بيبقى نظور كتير في حيطة تحل المشاكل. وبالذات في حيطة الريسرش والنزلات والحاجات الجميلة اللي احنا بنعملها ازا ازا اركيتكتز. الحقيقة انت يعني حطيت ايدك على نقطة مهمة جدا من خلال المشروع بتاع البيانالي ده وهي فكرة انه ازاي نعيش مع بعض في العصر اللي احنا فيه دلوقتي. يعني زي ما انت قلت كان فيه عادات معينة موجودة زمان فبقيتش موجودة دلوقتي. فدي يمكن من الحاجات اللي بلأثرت على تشكيل الهوية. وده اللي انا كنت بكلم عنه في الاول انه ان فكرة الهوية دي بقت صعبة ان الواحد يمسكها بسبب التداخلات والجلوبال كونفلكت اللي حصلت على مستوى العالم سواء من العلامة ومن الرأسمالية ولا من فكرة الابهار بقى اللي حصل انه هو ده دلوقتي الهوية اللي بقت سائدة بشكل بشكل كبير يعني. انا بقى يعني هسألكم كده مش موانس محمد مش مش موانس احمد. اه سؤال الاخير كرفب كده او كسامري للمحاضرة دي. اه فكرة او العمارة الاجتماعية. هل دي ممكن تبقى يعني جانر او نوع مستقل من العمارة بعد كده. يعني احنا عدينا بفترات كبيرة جدا بنقول دي العمارة الكلاسيك دي العمارة الرانسانس دي العمارة الديكونسروكشن دي العمارة اللي مش عارفية. هل ممكن في باقت من الوقات نيجي نقول دي عمارة اجتماعية او هل اصلا فيه منطق وره الكلام ده يعني وره الفكرة دي. يعني ممكن نقول بعد كده ان في حاجة اسمها السوشل ارتفاكشن. يبتدي ممكن اه مين عايزي بتدي. احمد احمد او مين عايزي بتدي. ممكن. احمد احمد. اه تمام. اه هو هي العمارة الاجتماعية انا حس انها يعني هو هي كانت موجودة يعني هي كانت موجودة يعني مثلا فترة حسن فتحي. يعني جات في فترة كانت منتشرة ودكتور حسن فتحي وشتغل شايف فيها ونشرها ونس فهمتها. وبعدين حصل جاب ما بين الفترة دي للفترة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي الفترة زي اللي كنا بنذكر في الاتحاد السوفيتي او غيره ان تدمرت العمارة التقليدية او العمارة الاجتماعية لعمير علب اسمنتية الكابريت. علب كابريت بتتكون بنفس الوريانتيشن بنفس الشكل بنفس الطيب. فبتكون حاجة كبيرة من غير ما هو بيرجع للشخص اللي هيسكن في المكان دوت او او للمجتمع. والفترة دي للأسف ما حصلش فيها زي تطوير وحصل ان ان في مهندسين كتير دلوقتي بيظهر نتائج شغلهم حاليا زي زي دكتور والمصري دكتور راسم بدران دكتور عبد الحليم ابراهيم. كل دول باللوقتي الناس ترجع للاصل دوت او تطور اللي حصل من 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 عمارة بتاعت حسن فتحي او المفاهيم بتاعت حسن فتحي ازاي انها ازاي نبدأ نرجحها تاني بدل العمارة الخرصانية اللي متكونة في الفترة دي او الجاب اللي حصل ما بينها. شكرا يا بشمونت محمد. بشمونت احمد. طيب بص هو انا بالنسبة لي هسأل سؤال قدام السؤال اللي هو 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 مش اللي اكتماعي دية اللي هي كلمة دي معناها الناس العمارة للناس. واحنا بالنسبة لنا اصلا بنصمم اصلا لمين? مش هي العمارة دية للبني ادمين الطبيعيين? يعني انا بالنسبة لي باخدها ببساطتها كده اللي هو انا بصمم البيت ده او المبنى ده او الشركة دي او اي حاجة للناس. فانا شايف ان هي كلمة سوشيال اركتكتشور شود بي اللي هي جزءة اصلا من اي كيان يعني. اللي هو ما ينفعش يتقول انا بالنسبة لي زي كده طبخ طبخة من غير الملح بتاعها. طب انا بالنسبة لي الملحة اصلا بتاعها لو مفيش في الطبخة الملح هي العمارة للناس. ولو ما بقتش للناس مش هيبقى لها طعم العمارة اللي هي اصلا الاسية. العمارة مش معمولة عشان خطوة من تخدم البشرية او او اي حاجة. فبحث ان كل بنبد عن حتة اللوكل وحتة السوشيال وحتة البني ادميين وحيثة ان احنا بنهتم بالشخص نفسه. مين قال ان احنا نبني مبني كل الفلوس الكبيرة ديت. وفي الاخر ما نحقش منها اي غرض ولا اي غرض وظيفي ولا غير غرض اي حاجة. وفي الاخر عشان تقول لشكل جمالي. وتدفع فلوس عشان تجيب من وراها فلوس. احنا اللي ماشيين غلط واحنا عندنا فكرة غلط. مش بكلم على احنا اللي هو احنا كمصريين لا احنا العالم كله متحد في فترة كده الفكرة غلط انا بهتم من المبنى شكله حاجة. فكرت كده الناس اللي جوا دول هيستمتعوا بالمبنى ده الكفاءة اللي انت تقدر تحققها لهم. يعني بالنسبة لي كده المثال اللي احنا بنقوله هل فيه ممكن يبقى? لا هو المفروض يبقى. يعني انا ده وجه نظري هي المفروض يبقى في وسط الجملة عشان تبدي جملة مفيدة في الاخر. يعني بلاش نعمل اللي هو ايه? انا بالنسبة لي بعمل مستشفى فقوم بعمل لهم كونت برة. فالمريد يجي يخش يفضل يبص في كونت فايموته ما يخشش في المستشفى ولا يتعايج ولا اي حاجة. فانا يعني باتتفق معاكم على الكلام اللي انتو قلتوه وبصراحة يعني انتو عرضتو يعني قضايا مهمة جدا ونقاط مهمة جدا وممكن يعني لو حبنا كده نعمل زي rap-up كده سريع يعني من خلال المشاريع بتاعة بشوانس محمد وبشوانس احمد انه احنا بنتكلم انه فيه اسبكت معينة non physical aspects او حاجات مش مبنية هي اللي بتشكل المجتمع اللي عندي لو منتكلم على traditions منتكلم على customs منتكلم على culture منتكلم على الدين وفيه حتة كمان ال awareness انه مدى ال awareness بتاع ال local بالمنطقة ومدى ال awareness تاعنا احنا يعني هل احنا كمان عارفين المشاكل اللي موجودة هناك هل احنا عندنا الاستيعاب والوعي بالمشاكل وبالظروف اللي موجودة في المناطق هناك دي كمان مشكلة يعني محتاجين ناخدها في الحزبان واحنا بنعمل design لأي يعني design لأي مشروع في المشاريع الاجتماعية بالذات يعني طبعا استخدام local materials traditional way of design ده كمان من الحاجات اللي يعني مطروحة بقالها برضو زمن بقالها كتير او يعني كتير او بنعد نتكلم على فكرة انه resources خلاص بتخلص ولو احنا اعتمدنا على الخرطانات والمضرن materials or whatever احنا مش هنلاقي يعني خلاص احنا ده بياخد كتير او من ال resources اللي عندنا وبعد 2050 او 2050 التاريخ اللي بيعمل لنا ازمة ده مش هنلاقي resources بعد كده طيب ده هنحل بيه المشاكل المعمرية يعني قدام ازاي فكرة preservation او history ازاي التاريخ بيخش معايا في الموضوع ده احنا بنتكلم على فترة زمنية تعتبر مفككة الى حد ما يعني من ناحية اقتصادية ومن ناحية سياسية ومن ناحية اجتماعية طيب ده هيأثر معايا ازاي طيب هل انا لو هحافظ عليه احافظ عليه ازاي الprinciples اللي موجودة في الarchitecture هل دي بتمثل الحقبة الزمنية دي ولا ما بتمثلش ولا انا هحس ان انا وانا داخل واحد عايش في المنطقة ده حاجة غريبة قوي علي الحاجة الاخيرة ان احنا بنتكلم على البردو الكلمة المعادة هي الidentity وفكرة الهوية في الزمن الجديد ده في زمن الموضرنتي او الفوست موضرنتي يعني في زمن الغلوباليزايشن زمن العولمة ازاي يعني يعني كلمة الهوية دي الديمانشنز بتاعتها او بتاعتها راحت لفين من بعد يعني اقفلوا في الوقت ده وبعد كده هتروح لفين بس انا يعني بشكر بشمونس محمد زكيو بشمونس احمد على يعني الاضافة الرائعة بصراحة يعني والمحاضرتين والمحاضرة والمشاريع الحلوة اللي هم عرضوها علينا يعني انا بصراحة يعني في حاجات كتير قوي ما كنتش واخد بالي منها بصراحة يعني عرفتها واستفدت كتير قوي منكو يعني دلوقتي ممكن ناخد اسئلة من الناس الحضرة مشاهد في دكتور نورهان نقطة نورهان الزعفراني طبعا الخير الخير يا دكتور زاهرتك يا بشانس انا في الاول شكتوا جدا على الطابق انا كنت تتكلم برضو على فكرة ازاي نحط نفسنا في الـ point of view بتاع الـ user اللي مش من نفس الـ lifestyle بتاعنا الـ PhD بتاعتي كانت شوية بتتكلم على النقطة بتاعت الـ identity بس بشكل layered اكتر انا بعيدة جدا في نقطة ان هي يعني كلمة فتفاضة بشكل مرعب جدا وهتفضل فتفاضة وملاش مسكة طول ما احنا بندور لها على اجابة واحدة فهي اكتر من هو سؤال يعني فبالنسبة لموضوع هل الـ social architecture والـ becoming architecture school or not انا متهيالي ان هي مش مدرسة معمارية هي مدرسة فكرية يمكن احنا علشان في الوقت الحالي وـ research wise الموضوع ده بدأ يبقى يطلع على الـ surface شوية يمكن في اخر عشر سنين سواء عالميا او محليا فبدأنا نحس انه بديهي انه لازم تكون العمارة social او الـ urban social او ان المدينة بتاعت البناء ادمين لكن الموضوع ده ما كانش بديهي بالشكل ده قوي مثلا 20 years ago ودافينتلي ما كانش بديهي خالص 50 years ago عجبني الـ comment الاولاني بتاعك خالص تاعة city of spectacle بس هو انا بقى يعني بس احب اضيف نقطة city of spectacle مش 50 years old actually much older than this وهتلاقي كتابات عن الـ city of spectacle من ايام فترة نتوليون وهي it's about painting a picture وهي انا برضو باعتبارها مدرسة فكرية اكتر من ان هي مدرسة معمارية وهي فكرة ان احنا بنرسم صورة حالوة شوام ورا صورة ايه بس هو احنا بنرسم صورة حالوة فالشوارع عندنا شكلها كيوت وعليها الكافيهات اللي شكلها حلوة وانت بتتمشى بتشوف حاجات تحسسك ان انت في الشانزيزي وفكرة لوبيتشترو وكل الكلام ده this is how it started actually in paris وthis يعني went on for a very long time وليه هي city of spectacle بزداد كابت تكلم على فترة نابليون طبعا بسبب عاوثمان approach اللي هو فكرة احنا عندنا المدينة من جوة الافتيتة ووهو completely dead and poor and everybody is living in misery بس في نفس الوقت عندنا الشارع الرئاسية من بره احنا زبطناها واستعناها وعملنا عليها حاجات شكلها حلوة فده الجزء الاثاتيك من الموضوع يمكن كمان كان فيه جزء فانكشن من الموضوع زي بتاع هيوغو والإنفراستركشور اللي بدأ يظهر لكن القلب بتاع المدينة كان dilapitated وده كمل شوية والرد بقى في المقابل على ده ما كانش بشكل اللي هو البديهي يا جماعة فاحنا let's make the city for the people لا بالعكس خالص ده كان الرد على الموضوع ده كان الـ city beautiful movement والـ والفانتازيا والـ futuristic approach وكل الحاجات العظيمة اللي كانت حصلت من بعد المعرض بتاع Futurama اللي هو نتج عنها كل الـ cities اللي احنا بنقول عليها الـ globalized cities دلوقتي اللي انت قلت عليها city of spectacle بس هي يمكن اكتر city of machine أو city of economy فهي بتاعبد الآلة والفلوس والcapitalism المبدأ بتاع post liberalism أو post structural approach حسب ان تواخدها من وجهة نظر مجتمعية ولا من وجهة نظر فلسفية هو لسه يعني ايه ملبك شوية لأن post structural approach بيفترض ان كل structures اختفت طبعا ده في الفترة اللي احنا بنكلم عليها دلوقتي اللي انت قلت عليها اللي هي سياسيا على مستوى العالم او اللي هي الترامبزم that we've been going through أثبتت ان this is actually not true ان لسه فيه structures وانة structures دي بتعافر جامد بزات cycles بتاعة الميل الright wing وان زي هما بيحاولوا يغلفوا نفسهم بان احنا ده احنا بتوع conservation والpreservation while it's not really that فهنا بيجي الاسبكت بتاع diversity وده اللي باشمانس أحمد وباشمانس محمد يعني وضحوه جدا اللي هو فكرة انت بتشيل نفسك من your own point of view أو your own paradigm وبتبدأ تاخد بعضك وتحط نفسك مكان الـ users وان الـ users دول مش مجرد كيان واحد بلا مسمة لا دول ناس كتير وفيهم ليهم أغراض يمكن تكون متضربة ليهم تاريخ ممكن يكون مختلف ليهم traditions ممكن تكون مختلفة وان it's our duty وده اللي باشمانسين كانوا بتكلموا عليه من شوية ان هو واجبنا ان احنا نبدأ ندرس ده بس هو مش بديل يعني فيه فرق جدا بين ان هو واجبنا وبين ان هو هو اتجاه بديل وكتير من من اسات ذاتنا الكبار يعني اللي حتى ذكرتهم ما يمكن دكتور راسم بدران ودكتور عبد الحليم دول الـ outliers دول مش الـ يعني دول مش الاساس اللي موجود انما السواد الأعظم من اسات ذاتنا في الحقيقة بيكونوا شايفين الكلام اللي احنا بنقوله ده خيالي جدا وأحلام الفتى الطائر وحاجات يعني انا flat out اتشتمت لما عرضت الكلام بتاع الـ social urbanism في منتدى في مرة في الأوبرا flat out يعني دكتور جليلة القاضي يعني وقفت ورزعت على المكتب وشكتمتني ومشي فـ I agree إن هي مدرسة فكرية مهمة جدا وأنا بحقيكم جدا جدا على عرض الأفكار دي بس للأسف محتاجين ناخد بالنا إن هي مش بديهية خالص وإن إحنا we have to advocate لها إحنا محتاجين ندعو ليها مش إن إحنا نفترض إن هي كده كده ده اللي مفروض يحصل يحصل صعب جدا جدا في الفترة اللي إحنا فيها مع موجة الـ right wing اللي ماشية في العالم كله اللي هي inevitable في الحقيقة يعني إحنا لو بصينا على التاريخ بنلاقي إن السايكلز بتاعة الـ right wing أو الـ violence أو الـ extremism حسب كل فترة كانت تتسمى بإيه بس هي كده كده بتيجي ومش هتتكسر غير لو إحنا اعترفنا إن اللي إحنا بنطالب بيه دوت مش بديه لكن مهم فده ده الدور اللي إحنا بنتكلم فيه أنا آسفة جدا إن أنا طولت وإن أنا يعني دخلت غلست عليكم في الندوة بس مرسي جدا وأشكرا جدا يا بش ما نطهر على الماضي العظيم مرسي السلام عليكم شكرا جدا جدا يا دكتور نورهان يعني بصراع سرع مرسي ألو يا دكتور شيماء عشور معي هنا هو طريباً حصل يعني في دي ليا عندي في الصوت معلش علشان حب أشكركم جدا على المحاضرة جميلة جدا بشمهندس أحمد كده صوتنا سموها حب أتكلم عن نقطتين أول حاجة المحاضرة بصراحة طحفة جدا كويسة جدا تكلمنا عن التأثير المتبادل بين ارتباط العمارة بالإنسان والمحيط العمراني وده كان نقطة مهمة جدا البساطة في التصميم أو الفورم وإزاي إن إحنا فرضنا حلول معمرية بحيث إن المشاريع اللي قدمها بشمهندس محمد إزاي إن إحنا نرتبط بالطبيعة أو إن إحنا نساعد الطبيعة والماتيريولز اللي استخدمناها في النهاية تخدم المكان أو الحيث بتاعنا من غير إن إحنا نقدم فورم معقد أو ما نبنيش أفكارنا على بس بساطة يعني هي مجرد بساطة التعبير دي نقطة هيلة بصراحة جدا في المشاريع مش معنى كده إن إحنا يعني حطينا لا إحنا حطينا حلول ببساطة وصلنا فكر وأثرنا أو ربطنا الإنسان بالبيئة بتاعته دي حاجة كانت جميلة جدا المشروع اللي كان مقدمه باش مهندس أحمد وطبعاً أنا من استغربة يعني إنه هو وصل للستة وتلاتين يعني ينهربيت يعني لا ده بصراحة المشروع كان رائع أنت وصلت للبي آي أم وبرامج جرسوبر وكل دوت يعني لا كان يستحق بصراحة أكتر من كده بس أنا مش عارفة برض تقويم المشاريع قبلية بس كان يعني لفت انتباهي قوي نقطتين أول حاجة حرصك الشديد أو الحرص التيم إنه هو يشتغل على الزاكرة للمكان ورفض إنه هو يترك أو يهدم التراء الحاجة أو المبنى القديم دوت لا ده أنا هترجط إن أبني حاجة جديدة لها تفاعل مع زاكرة المكان والماضي بتاع واطلع للعصر الجديد بزكاء دي حاجة كانت بصراحة مفاجئة ليا وتفعيل كمان النشيد أو الكلمات الوطنية ككونسبت معاك بصراحة كان مشروع هائل جدا وأنا مش هطول يعني لشان زمائلي برضو وشكرا جدا على المحاضرة الرائعة ديكت شكرا يا دكتور شكرا دكتور مين مش مهندسة هبة يعطيكم العافية جميعا أنا هبة بطاين المهندسة خارج 2020 من الأردن شكرا يعطيكم العافية بم أريبي على المحاضرة عندما من مفيدة ومنستفيد منها كان عندي سؤال للمهندس محمد زكي يعني بداية أي مشروع يعني لما بتبدأ في أي مشروع بالذات يعني دفت انتباهي مشروع السنغال وكيف أنتم أخذين فكرة إنه أنتم بتكم تستخدم من المتيري للمنطقة وبتكم تاخدوا فكرة المكان أصلا ويكون إشي مش غريب على الناس كيف بداية أي مشروع بشو بتفكروا يعني شو هي النقطة الأولى اللي بتدرسوا فيها أي مشروع وشكرا لكم يعطيكم العافية هي الفكرة كلها في الأساس يعني هي كانت مسابقة معمرية ويتقدم أفكار كتير في المسابقة دية فالبداية كلها أنت بتشوف احتياجات الناس إيناك هم كانوا حطين برضو كيس ستادي اللي هم طلبينه وأن هم عايزين يستخدموا المتيريال معينة ببودجيت معينة كمان هم حطوا مقايسة مقايسة للبودجيت اللي محتاجين أنها ما تتعداش في بداية المشروع كل ده بنحطه في بالنا بنشوف كيس ستادي بنشوف مشاريع كوينة قبل كده إزاي ممكن نستخدم اللوكال ماتيريال طب هم محتاجين إيه بقى يعني كسوشيال بقى هم محتاجين إيه بالزبط هم محتاجين حاجة يعني أكيد لو هنعمل مدرسة عن الاتكون يعني هم عندهم بالنسبة لهم مهم جدا أن يكون مكان فيه حرة فيه تعليم حرة فيه وفيه برضو إزاي تربيه الطيور يعني هم كانوا حتى ذكرين أنهم عايزين مكان يربوا فيه طيور فده كانت مهمة جدا أن نشوف الفنكشن اللي محتاجينها ونحاول نوفرها بالـ Urban Fabric اللي موجود في المكان بحاجة أنهم سهل أنهم يتكونوها بعد كده أنهم يبنوا يبنوا بعد كده بنفس الطريقة وهو فعلا يعني في السنغال هم بيستخدموا الطرق دي بيستخدموا سندباك بيستخدموا الرامي ديرس بيستخدموا المد بيستخدموا البرك عادي بيستخدموا كل الكلام جاك أرش والأرشاط والأوباب والحاجات دي كلها فهي بالنسبة لهم يعني يعني حاجة سهلة أنها تتبني وتبقى سستنابلة أنهم تتكون بعد كده يعني شكرا يا بشمهندس محمد بشمهندس السيد عمر هم موجود هم رفع أيدو بس كلمة مش موجود طيب وفيه طلب هل ممكن يمكن الحصول على مادة مشروع مجرى العيون هل أنتم يعني ممكن تشاركوا مشاريعكم أو يعني فيه مثلا تدو لينك للبوبليكيشن تحت مشاريعكم يعني بشمهندس محمد أو بشمهندس أحمد ما فيش مشكلة ناسيبها يعني هبعتها على الشات طيب طبعا أكيد ما فيش مشكلة ناسيبها ناسيبها على الشات مش مشكلة الموضوع بتاع البوبليكيشن والمجلات والحاجات بتاعت المشاريع كلها مجلات تمام فيه سؤال من بشمهندس أشخاص يقول كيف نصل المتطلبات المجتمع وهويته في منطقة مثل الليتوينيا غير طلبات غير طلبات وراء وراء تشتير خاصة في وجود مسابقات معالمية هل يتوجب زيارة المكان أو أن الثقافة تكفي لتحديد المطلوب سؤال متهيقلي الإجابة بتاعت السؤال دوت هي الفكرة أن زي ما قلت لكم في الأول هي الرحلة يعني هو كان فيه عوالم مرة الموضوع بتاع المشروع دوت موضوع الناس اللي هناك موضوع أنه احنا أصلاً ما اكتشفناش الثقافة بتاع المشروع دوت وأن الناس نفسها مش حابين إلا لما روحنا ولاقينا أن الناس بيرسموا عليه الرسومات ما بين الأبيض والأسود وأن الأعمدة مرسوم عليها رسومات فما بدأنا أنه نحس الموضوع دوت الأول كنا قاعدين مع ناس روسيين هناك وكنا بنكلمهم في الموضوع دوت كان بيقول لك لتوانيا ما بتحبش الاتحاد السوفيتي فإحنا بالنسبة لنا كنا واضح لنا من الأول من قبل ما نسافر لأن احنا كان معنا في إيطاليا كان معنا ناس فكر أوروبي أو فكر روسي أو الفكر الاتحاد السوفيتي هم بالنسبة لهم كلهم كدول بيتكلموا روسي ومعندهم شئية مشكلة لكن الفكرة هل أنا بالنسبة لي قابل أن أنا مش حيطة أن أنا مستعبد أو محتل لا حيطة أن أنا اسمي مع اسمك مش اسم مختلف يعني مثلا كان واحد صاحبي من أوكرانيا كان يقول لي أنا بالنسبة لي أوكرانيا وما تقول ليش أن أنا روسي مع أن هو كان في الاتحاد السوفيتي وكان عندهم مش مشكلة خالص وبيتكلم روسي أكتر من يعني لما بسأله أنت عندك في دولتك بتتكلم مؤمنين بالمبدأ بس على قد لما هم مش قابلين حيطة أن هم يبقوا تحت الاتحاد السوفيتي كلمة أن أنت كدولة تحت مكان بعد ما حصلت على بتاعتك فكان لازم أن نزور المكان الموضوع ما كانش الدكتورة نفسها كانت إيطالية ما كان معلومات من الدكتورة على قد ما كان على قد ما كلام مع الناس قعدنا أسبوع هناك أنا و واحد زميلي قعدنا نسأل الناس قعدنا بصراحة بحس أن في كل المسابقات التي دخلتها في مسابقات ارتبطت بالشارع وارتبرت باللوكلز حسيت منها أن أنا طلعت أحسن من البرودكت اللي طلعته من رأية وثقافة وعرض مشروع خصوصا أن المسابقة لا تظهر لك كل حاجة يعني ممكن تقول لك معلومة بس المعلومة ديت من وراء حاجات مش هتعرفها غير من الشارع هناك ما كانوش قايلين ان المبنى دوت شعب هناك مش حبه فعشان كده كانوا عايزين يضمروه بالشكل الكامل لكن عارفناها لما قعدنا مع الناس وبدأ توري للناس هناك بعد ما نفس المسابقة وزور المكان وقفت على الهيل نفسها ووريتهم الصورة المبنى الجديد اللي أنا عايزة بنيه هو نفسهم انبسطوا بحاجة زي كده وكانوا متفقلين بالمبنى وكده أنا عايزة اقول ان المسابقة كانت فعلا مختلفة تماما بعد الزيارة عن قبل الزيارة ما كناش وصلين للفكرة ده بس بعد الزيارة وصلنا الفكرة ثانية خلص بس شكرا بش مهندسة مبروكة رفع عليها موجودة برضا في سؤال الكتب هنا من بش مهندسة شريم هل من المفترض ان هذه المشاريع تتعالى على المادية أو المترياليزم كما ورض بعنوان المحاضرة أما لها تنفي المادية السلام عليكم عليكم السلام أولا أعرف بنفسي الأستاذ مبروكة من جامعة عمر المختار ليبيا الحقيقة أشكر المحاضرين لأنهم قدموا محاضرة رائعة جدا وأشكر جميع القائمين على هذه المنصة حقيقة نحن نفتخر بمعماريين عرب بهذا المستوى لديهم القدرة على التعامل مع جميع الثقافات لديهم إلهام وقدرة على التصميم تصميم فعلا عمارة للإنسان في جميع المواقع لا تختصر على مواقع محلية بالنسبة لهم وهذا دليل على سيطرة المعماري حقيقة أنا أنا قرأت أنا قرأت في هذه التصميمات تحليل وقراءة لروح المكان هذا ما مكن المصمم من تصميم مشروع بلغة قابلة للقراءة بدرجة عالية من الإنسيابية سواء للمكان أو للمستخدم أعتقد أن محاكات المكان هي ترجمة ذلك فيما حقق الربط ما بين القديم والحديث كذلك لاحظت أن تم تطبيق يعني العديد من عناصر الاستدامة على كافة المشاريع نحن نعلم أن يعني أدق نقطة في الاستدامة هي The Problem is The Solution في التصميم التي شهرتها خصوصا التصميم في أفريقيا فيها درجة عالية من يعني من تحقيق الاستدامة واستخدام المواد المحلية وفعلا كانت الحلول هنا هي التي صنعت المشروع وأحب يعني أشكر جميع السادر القائمين وشكرا لكم بارك الله فيكم جميع شكرا بشموندسة مبروكة طيب نسيت سؤال خلينا نرجع للسؤال الثاني اللي هو بتاع بشموندسة شيرين هل من المفترض أن هذه المشاريع تتعالى على المادية كموارضة بأن المحاضرة أم أنها تنفي المادية هل هي بتلغي المادية هل تشاكين ايه محمد مش واصل للسؤال يعني هي الفكرة كلها أن المادية والجمالية دات أن نحن بنسبة لنا بنفكر كيف المبنى جميل أو كيف ندفع فلوس في المبنى الفكرة أن نحن هل هل الموضوع هنا كان في اتجاه أن نحن بنعمل حاجة المادة فيها كتير أو الحصول على المادة هو السبب والجمالية أن نحن بنطلع على شكل جميل أو هل الموضوع كان فيه وراه حاجات تانية كانت هي دي أهم حاجة في دراسة المشاريع فأنا شايف أن الأربع يعني من وجهة نظري شايف أن المشاريع المعروضة كانت رايحة في اتجاه أن نحن بعاد كل البعد عن حيطة أن كان أهم حاجة الهدف عندنا أن نبني مبنى جميل أو أن نظر مبنى شيك أو مبنى المتيرياليزم كما ورد في السؤال يعني أن نحن نهتم به قوي لا نحن رايحين في حيط التاريخ رايحين في حيط التاريخ رايحين في حيط الدين رايحين في كذا كانت فعلا رايحة في حيط المشروع اللي هي ما وراء الحاجات دي فأحنا أي مشروع زي ما كانت تقريبا الدكتورة بتقول من شوية اللي هي حيطة أن نروح في حيطة الاجتماعية لا ما الاجتماعية موجودة بس لازم نروح لها يعني هي مش بديه بس في المحاضرة هنا كنا بنتكلم في حيطة إزاي على قد ما نتكلم في الاجتماعية بس نتكلم من هي إيه بقى المبنى وإيه ورد إحنا بنجيب فلوس ما لازم هنجيب فلوس أي مشروع في الدنيا هيتعامل هيتجيب فلوس ماشي لو إنت غرضك من فلوس بس إحنا كمعمريين بقى دورنا إحنا راحين لده ولا إحنا بنحاول نرجع للسورجيشاليزم أكتر وحاية الاجتماعية أكتر محمد عندك تعقيد هو يعني كلام مش مونس أحمد مظبوط 100% بس هي تأكيد للكلام وأن هو أن مش يعني عايزين نعمل المشروع يجيب فلوس يبقى معناه أننا نعمل حاجة يعني زي ما احنا بتشوف دلوقتي مثلا بحاجات ما يعني ما تمشيش مع البيئة بتاعتنا لأن احنا في الآخر بنلاقي مشاكلها بتظهر بتظهر سواء حرارة عالية زي كرة نقول الحاجات دي حرارة عالية مرغي ما نعمل لها معالجات اللي تمشي مع البيئة بتاعتنا فهي مش معنى أن المبنى يكون يعني لوكل أو يكون مثلا مبني بطريقة معينة أن ده بيجيب مثلا الفلوس أو بيجيب العائد بتاعه كل مشروع من المشاريع ليه غرض منه سواء غرض استثماري فأنت بتكون جزء استثماري في غرض اجتماعي فأنت بتكون غرض اجتماعي لما بين الاتنين فأنت بتوازن ما بين الاتنين فهو يعني مرتبطين ببعض أكتر يعني اللي هو مثلا زي الاسكان الاجتماعي يعني مثلا أنا كشخص ما عرفش إذا كنت أنا لو تحطيت مثلا جوه منطقة مثلا من المناطق اللي هي الاسكان الاجتماعي دي إذا كنت حاضر أتعايش مع المنطقة دي ولا وده يمكن بالسبب اللي هي الشكل اللي هو زي ما قلت يا بشمانس محمد اللي هي الأشكال الخرصانية البوكسات اللي هو العلب السندي اللي بقت مخطوطة دي ففكرة المادية لها زي المتس وليها بوردر معين يعني 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 فكر المادية يعني فيه فرق ما بين الماديات والجماليات يعني الستاتيكس والمترياريزم الاتنين دول فيه خط رفاية قوي الاتنين دول أنت ممكن تعمل حاجة يعني ممكن تكون شكلها حلو جدا بس مش بتلبي الاحتياج الاجتماعي بشكل مكفتف يعني أو العكس يعني ممكن تعمل حاجة جدا والناس بس شكلها والطريقة التصميم بتاعها والنسيق بتاعها مش مريح للتعايش معها فهنا الانسيق انه هل ان انا عشان عملت حاجة كدزاين بتخدم هل بقت اجتماعية ولا لا هل يمكن ده يمكن ال 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 مثلا او ده الحاجة اللي انا ايه يعني بفكر فيها يعني باش 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 مندسة بسمة انا انا رسالة المجسد بتاعتك المشروع ابن بيتك طبعا ابن بيتك ده اصلا يعني هو بيعتمد في الاساس عن جودة ذاتية وعن مشاركة مع السكان وعلى الحاجات دي ف اعتقد من ناحية الاسكان صعبة قوية في مصر يعني يعني حتى زمان خالص ايام مشاريع البنك الدولي وكلام ده كان يعني مثلا المشروع اللي هو الكورهاوس كان يشتغل تتعمل في سمعالية وتعمل في العش ولموضان وتعمل اي حاجة بيخش فيها السكان في مصر للأسف ما بتبقاش منظمة يعني حتى الاستبيان اللي بيتاخذ عراءهم فيها بيبقى عراء مختلفة جدا وانا نفسي لما عامل استبيان جوا بني لقيت ان كل واحد برأس يعني معرفش هي ممكن ثقافة معرفش او حاجة انه مفيش اتفاق على معايير واحدة او او احتياجات واحدة والعمل الاقتصادي منه جدا في التصميم في مصر ففكرة انت تعمل حاجة انت تعرف يعني الناس اللي هما اللي عايشين او مبسوطين او كده مش يعني صعبة تبقى موجودة في مصر يعني لما يبقوا في الكرة والحاجات دي كل واحد يبنى بيته بنفسه من اول واخر وما يكون ش فيه اي قوانين او اي حاجة اه معرفش الكلام اللي يقولون دعيني ولا بس يعني من خلال التجربة يعني والاستبيان اللي انا كنت عملته والدراسة بتاعتي اه ممكن يتعامل الموضوع ده مثلا في المباني العامة في المباني اللي هي تابعة الحكومة ممكن مثلا الموظفين مثلا نمأ السكان او ناحية من ناحية الاسكان صعب جدا لان كل شريحة في المجتمع يعني جوه الشريحة الواحدة احتجاتهم مختلف وقراءهم مختلف لس انا بس حبيت احضر الهنت ده معرفش يعني في افادة ولا لأ خير شكرا شكرا يا بشمهندس بسمة يعني لو ما فيش حد تاني عنده اسئلة يعني احب كده ان انا اشكر بشمهندس محمد وبشمهندس احمد على المشاريع الرائعة والمجهود الرائعة اللي انتوا قدمتوه بصراحة و يعني انا بقول ان دي نقطة بالداية لحاجات احسن بعد كده و يعني انا شايف انه ان شاء الله يعني الترند ده يخش كمان في سوق العمل ويخش بعد كده يعني ممكن حتى يعني في التعليم المعماري ذات نفسه يعني لو ينفع بعد كده يعني ممكن نعمل ندوة بحالها على الموضوع التعليم المعماري ده من ده كده ما هو اللي واحده يعني 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 احنا كده بنختم يعني من النادوة دي النهاردة بشكر الناس كلها لحضرت وبشكر بماريبيا ونباش منس عمر سليم تاني على الاستضافة الجميلة النهاردة وبس يعني احب لو حد بعد كده مثلا عنده اسئلة وعنده استرسارات ممكن يتواصل معنا ممكن مثلا تو ميل او مثلا من خلال صفحة بماريبيا أو وطبا يعني لو حابين تشاركوا يعني عشوانس محمد عشوانس أحمد الإيميلاد بتاعتكم انا هكتبوا هنا علشان ايه لو حد عايز يعني يتواصل معي يعني شكرا لكم جميعا و يعني ان شاء الله نتقابل تاني في مناسبات قريبة وفي فان تاني وبس معلش بعد اخرنا عليكم الساعة عشرة يعني كان انتم عايزين تناموا شكرا شكرا لك طاهر جدا على التقديم المهيز وشكرا لكل تيم بيم اريبيا على وجودنا النهاردة وان شاء الله بإذن الله بتمنى يعني ان احنا دايما كده نبقى في لقاءات ويبقى كل اللقاء كده بيقدم توبك معي ممكن يفيد العمارة والمعماريين في مصر ووطر العربي شكرا لك طاهر على المقدمة على اللقاء الجميل شكرا لبيم اريبيا وشكرا عمر سليم شكرا بشكرا بشكرا احمد ان شاء الله يعني يكون ما يكونش اخر حاجة مع بعض شكرا شكرا لكم جميعا شكرا لك محمد شكرا لك طف